وهذا الأمر غير قابل للمراجعة ونحن ما عم نعتدي على حد يعني كل مؤسسة من المؤسسات اللي ذعتها قلت اسمها تفضلوا هايذي نتيشة التقارير كان وزير الصحة والأبو فعور يعلم أن العصفة الغذائية التي ألهبها ستصطدم بانتقادات وردود فعل متفاوتة وأسئلة حول معايير المراقبة وأخذ العينات وعدم إقرار قانون السلام الغذائية وعدم توجيه انذارات إلى المخالفين قبل التشهير بأسمائهم عدد كبير من المطاعم وأصحاب المؤسسات ممن كان يفترض أن يتحدثوا إلى الكاميرا تراجعوا في اللحظة الأخيرة لأسباب مختلفة أولها أنهم لا يريدون الدخول في سجال مع الوزير أبو فعور تكون نتيجته سلبية عليهم اللحم المفرومي غير مطابقة للمواصفات في كببجي هذه كانت نتيجة العينات التي أخذتها وزارة الصحة من فرع جل الديب نتيجة اعتبر القيمون على المطعم أن الطريقة التي أخذت بها كانت خاطئة وأرسلت الإدارة العينة نفسها إلى المختبرات التابعة للجامعة الأمريكية في بيروت كببجي له 21 سنة وال21 سنة ما في عنا إنسدنس ريليتد للفوت سيكتي والوزير هو زبون أساسي وهو قالنا أنه كل يوم بيطلب من عند كببجي وما في عنده مشاكل بس عندي ملاحظة أنا إذا بيجي براجع مصادر الأم للمعايير مثل الدولة البريطانية والفاو بيذكروا بشرط أساسي أنه العينات بدأت تتأخذ متل ما بتتقدم لزبون واليوم ما بنقدم العينات ناية لزبون نحنا بعد في عنا مرحلة هي الشوية بس هادي الملاحظة الأساسية حابة تضوي عليها وبتمنى أنه نقدر نعالجها بهالشكل وما عنا مشكلة أبداً على هادي الحملة نحنا بندعم هيدا شي بلشنا نحنا بالمعايير قبل ما يكون فيه تدقيق ويكون فيه فولو أب أو يكون فيه معايير عند الدولة لبدن حدا يحمينا من المصادر لبدن الدولة يحمينا من المصادر نحنا عم نعمل وجباتنا من وقت ما نستلم أو من وين عم نجيب بس أكثر من هيك ما بنقدر نعمل مطعم بربر الذي يعتبر واحداً من أكثر المطاعم شعبية في بيروت لم يتأثر بالحملة التي بدأتها وزارة الصحة وإن كانت لدى إدارته مآخذ وأسئلة عن كيفية معالجة هذا الملف كاميرا المستقبل دخلت إلى المطابخ وعينت كيفية تحضير المأكلات التي تقدم إلى المواطن هنا يقول صاحب المطعم فؤاد الملة أنهم حرصون على النظافة وعلى تقديم الأفضل وزارة الصحة مؤخراً لأخذوا عينات أخذوا اللحمة ونحن معهم يأخذوا عينات وأخذوا الكوكتيل من يومين بس طريقة لأخذ العينات كلها غلط يعني ممكن يتعرض لأي مطعم لأي أزمة من طريقة أخذ العينات شرحنا أكثر؟ يعني بمعنى العينة إذا اتخذت بكيس ونحطت ببرار نقال صغير وواحد برم بالسوق ليطلع على المختبر هذا يسبب شوية بكتيريا بالمواد نحن بس منحب نوصل رسالة للوزارة الماء بمنطقة بيروت وخصوصا منطقة الحمرة عم يوصل نوع تدي أس تاعة يعني الأملاح تاعتها للـ 58 ألف البحر يوصل للأرمين ألف ما في فلاتر تقدر تستعوي بهيك ماء نحن جميع عم ركبين فلاتر ما يعادل أربع فلاتر بيقيمت فوق المئة ألف دولار وما عم ناخد ماء عم نطلب نشتري ماء يشرب لنستعملها للأكد أكثر من أسبوع مرة على القنبلة الغذائية التي فجرها الوزير أبو فعور تخلى له إقفال بعض أقسام اللحوم في السوبرماركت والملاحم والمطاعم التي أغلق بعضها بشكل كامل بانتظار أن تصبح مطابقة للمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة نحن التزمنا بأرار الوزير وذكرنا المحل لنضبط تسلحاتنا ونحن مش بس هنضبط هالجامبلات اللي حكوا فيها نحن هنضبط كل المحل هنعملوا ديكور كامل لعيونه ووزيرنا ما حدا أخذ عينات من عنا اجوا تفرجوا شافوا بكل المحل فتلوا كل شي اللي قالوا لي أنه نحن في عنا شوية أبضاب بلنا نبلطوا بل بالمحل وفي كم ملاحظة صغيرة منها البكديل يعني ورجوا بعدين بعد يومين حكوا معي على التليفون شخصيا قالوا لي أنه نحن بنجي نكشوف مرة تانية من عندك ونرجع كمان نجي ناخد عينات من عندك مثل ما عم بيأخذوا بكل المطاعم نحن نظلمنا بالمحل يعني نحن كان فيه يجيوا يقولوننا نحن ساوي وضعكم مثل ما نحن هني أورادي عملوا ونحن عم نساوي وضعنا بس ليش هالقرار اللي طلع فجأة والمهل اللي أعطونا إياها رجعت بعدين تراجعوا عنا وفجأ أجي أراد بسكير المحل هلأ أنا عبر إذا عدتكم بطلب توضيح من معاني الوزير بدوا يعمل تحيي شوف بس شو اللي صار معنا نحن بالزبط لأنه أنا حرفيا مثل ما عم بإليك مسؤول عن كلامي هي أسئلة برسم وزير الصحة ينتظر طارحوها الإجابة عليها بشفافية ووضوح بس الخير هل ينجلي الليل اللبناني الطويل المظلم على شمس أبو فعور؟ الشعب المنهك وجد بطله من حيث لم يكن ليتوقع بطولات أي من الطبقة الحاكمة ومن الحزب المتحكم منذ ما قبل الحرب الأهلية وزير الصحة وائل أبو فعور أعاد بمعول معلم للبيكي ألقه وللحزب الاشتراكي بعض اشتراكيته والأهم أنه أعاد للمواطن اللبناني حلم المحاسبة والمراقبة من دون اعتبارات لن أطيل المديح الذي يستحق وأكثر بل سأنتقل إلى عمل مهني نطرح من خلاله الإشكاليات والنقد ومنه ما اعتبره البعض ظلما لحقا بقطاعات هي أصلا تعاني هي قطاعات توظف ألاف اللبنانيين مصير كثيرين قد يصبح في الشارع كما قال لي اليوم عدد كبير من الاتصالات تساؤلات أيضا عن أسلوب الوزير الذي أضاف سوءا إلى سوء سمعة لبنان واللبناني فالسمعة تتسمم وتسمم أيضا وكان قد تبقى منها مقولة لبنان لئم نظيفة وطيبة لبنان طبابة جيدة لبنان نساؤه جميلات وتتجملنا بكثرة وكثر يقصدونه للمطعم والتجميل وغيره فهل يعقل أنه في لحظة احتضار اقتصادي للبلد أن تهز مؤسسات بالكاد تتمكن من الاستمرار طبعا يعقل إذا ما كانت حقيقة تسمم وتقتل جماعيا فهل الحال كذلك؟ هل يأكل الوزير في المطاعم كما نفعل نحن مثل ما قال كبابشي قبل شوي والأهم هل سيدعو الليلة اللبنانيين إلى الأكل في المطاعم من دون خوف أو تسمم نستقبل الليلة معنا مباشرة في استوديو وزير الصحة النجم والأبو فاعور مصر خير مصر خير وزير ونجم هذه ما كتير بتصير بالحياة السياسية مع هذه الطبقة السياسية خليني أقولك سينضم لاحقا رئيس جمعية لبنانية لترخيص الأمتياز شارل عربيد والأخصائي في إدارة المطاعم ومراقبة الجودة والنوعية دكتور ناجي صفير كما سيكون معنا رئيس اتحاد مؤسسات السياحية فيار الأشقر عبر الأقمار الاصطناعية بعد ما تغدرنا للأسف حضرتك مع أنه أنا كنت بحب كتير أنه تحكي معهم وتاخدوا طاعتوا سوا لأنه في وجهتين نظر أكيد عند المواطنين شعبيا ربحان كتير الوزير اليوم بس يمكن لازم كل هاتساؤلات ينرد علي بركي بتعدي غيرك من الوزراء بركي منوصل إلى حقيقة منتوفق علي لمرة واحدة مثل ما سمعت معالي الوزير قبل ما نتوقف قبل ما نبلش كنا بروبورتاج مع جوانا ناصر الدين توجهت لك أسئلة معينة محددة يعني لحد اليوم يمكن حكيت كتير تفاصيل بدل في تفاصيل مهمة مثل ما سمعت من عند كبابجي حكيوك مثلا رحفوض دغري بالموضوع لأنه الوقت يعني معك بيروح بسرعة عن الرادي تو ايت إنه اليوم الواحد بياخد عينة إذا أنا بقدم الأكل مشوي بياخد عينة مشوي ما بياخد عينة نايم من الجيش وبقول فيها سلمونيلا بيطلع سلمونيلا كتير بالجيش لما بينشوي هيدا الجيش السلمونيلا بتروح بكتيريا أخرى بتروح على هيدا النقطة بماذا ترد معالي الوزير؟ أولا اسمحيلي لأنه المقدمة النووي المحبة طبعا بدأ شوية وقت رجلها بتشكرك على الكلام الطيب وبقدر ما أنني لا أستحق هذه المحبة وهذه الألقاب فأنني أخشى من هذه المحبة وهذه الألقاب لأنه بخشى أنه نخيب أمل اللبنانيين اللي بنوا توقعات كبيرة على هذه الحملة فهذا مصدر قلق أساسي عندي اليوم في كيفية إنجاح هذه الحملة ثانيا نحن لم نكن حزبا متحكما في يوم من الأيام ولم نغادر اشتراكياتنا في يوم من الأيام يعني من باب مش الإنصاف لأنفسنا من باب الواقع حتى في عز الأوضاع الصعبة في عز البكوية نحن اشتراكيات مش بكوية أبدا وليد جمبلات وبيت جمبلات غيروا طبيعة الانتماءات داخل مجتمعهم وغيروا نمط علاقتهم ومجتمعاتهم من بكوية لحزب بتصور ما حدا فيه ينكر عليه أنه كان ملتصق ولا زال ملتصق بقضايا الناس الفقراء العاديين وبتصور هذا الذي عرضنا إلى الكثير من الصدمات السياسية مع حلفاء ومع غير حلفاء في الفترات السابقة قبل حملة المواطن هذه اللي بلشه وائل أبو فعور كان فعلا يعني لم يكن حتى عندما كان النقاش الاجتماع الاقتصادي غائب في البلد بحب ذكرك بعشرات المذكرات التي رفعت إلى الحكومات من قبل حزب التقدم الاشتراكي منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى أيام غيره للمطالبة بسياسات اقتصادية اجتماعية متوازنة عادلة والرئيس الحريري كان من أقرب الحلفاء إلى وليد جمبلات وبرده كان في الموضوع الاقتصاد الاجتماعي وليد جمبلات لا يهد للحكومات وليس الرئيس الحريري اللي كان أيضا صاحب التزام إن شاءنا دايما لمصلحة المواطن أكيد لمصلحة المواطن الحكي اللي حكى أنه أسأنا لسمعة لبنان أنا ما أسأت لسمعة لبنان إلا إذا حدا برضو يخبي على الآخرين يخبي على المواطن بالأول لما بسمع بعض الناس بيحكوا عن السياحة وعن الاقتصاد بفهم كأنه المطلوب أنه أنا ستر أنا مطلوب لا اسمحيلي أنا موزير مطلوب مني يكون على طول يجيني تقارير أعمل حملي يجيني تقارير عن هذا الفساد في الأكل اللبناني كل ما عليه بيتأذب المؤسسات بيتضرب الاقتصاد وبتنضرب السياحة على أساسها عبينه لنغل السياح بالبلد يعني لا بس كنا متوقعين كم واحد قلنا منيح ما فيه انفجار ما فيه اغتيان إيه أوكي بس ما فيه غش الناس ما فيه غش الناس أنا أولا ملزم أمام القانون ثانيا أنا عندي مسئولية ضميرية ثالثا أنا ما عبعمل بطولي شخصي هذا مش همة شخص قلتا بيرح وتكرره هادي سياسي فيه حزب مثل كل الحزاب بتفوت على وزرات تعمل سياسي إصلاحي هذا البندس خامس هذا تواضع منك لا مش تواضع وزيره هيا حماية لموقعك في الحزب جميل لأنه هلأ العيون بتكبر عليك وليش هو بدي يعمل بطل وغيرنا ما بدي يعمل بطل كلنا منعرف العوضاء أبدا 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 كمسي أكتر من خمسين شكوى بتوصل كل يوم عند وزير الاقتصاد بحل كتير مننا ما بيطلع بيعمل شو عمدتلي لا ما بحل ما بعرف بلا يمكن بحل ما أنا مع أسلوب المشاهد هو هيد بيقول إنه بحلهم بحلهم على السكت بيبعثوا إنزارات مرة وثنين وما عندي المصالح وما عندي لياقات العلاقة مع أصحاب المصالح عندي مصلحة المواطن عم نحكي مصلحة لبناء عبهق لا مصلحة المواطن إذا بدنا المواطن ينسمم كورميل نعمل سياحة يعني تذكر أيام الوصاية السورية كان فيه تناقض وهمة تخلق الوصاية السورية لا تسمم بالغزاء ما كان فيه تخبرك كان فيه تسمم منه وآخر بس شو كان المقولي في ذلك الوقت بتكون حريات وديمقراطية ما فيه أمن بتكون أمن ما فيه حريات وديمقراطية بتكون تخضعهم نفس المنطق تعرفي نفس المنطق لا مش مزبوط لا مش مزبوط الله يرحم الاستشهد ومش مزبوط الله يرحم استشهده بس بعدنا هلأ هلأ بعض الناس بدون يحاولوا من أصحاب المصالح من المنظومة الاقتصادية اللي هي حكمة مش الأحزاب حكمة اللي متحكمة بالحياة السياسية وبالحياة الاجتماعية والاقتصادية لأنها حكمة ببعض السياسية بدون يخلقونا تناقض وهمة بدكون اقتصاد ما فيه سلامة غذاء بدكون سلامة غذاء بنضرب الاقتصاد والسياحة يعني ونحنا مشينا نحن عم نقول معنا الوزير انه وصلت لعندك هذه التقارير اللي كل عمره موجودة وكل عمره غذاء عاطل وكل عمره المي بالوال وكل عمره في وزراء صحة ووزراء آخرين بنص قصة المعالجة اليوم البعض بيشوف انه اذا ما بدنا نعمل عراضة اعلامية ونشوه سمعة البلد شو بدنا بالعراضة انت بتستحق بطولة وزيادة بس نحنا عم نحكي بقصة سمعة البلد انه كانت بتنعمل بطريقة مضبطة بأكتر بين عمل العميل ولكن دون انه نطلع نقول اليوم وضعنا هيك انتو يا لبنانيين عم تاكلوا كذا طب في غير اللبنان احنا عالفضائيات ووين ما كان واليوم البلد كبلد مش كل يوم عنا مثلا اعداد هائلة عم بيموتوا من وراء الغذاء فيه فود بويزنينج بكل العالم بكل العالم وين في وزير طليع عملها مع الوزير مطلوب مني بكل بساطة شايفي هاللي حاصل مع هالمؤسسات لو حاصل البلد بيحترم هاله يا بتستقيل الحكومية بتسكر كل هالمحلات بس فيه فجور ما بعده فجور في عهر في عهر في واحد بيكون مسمم المواطن حتطلق اكل ما بيسوى مش مستوفي الشروط بيطعمي ولاده من المحل بيطعمي ولاده من المحل مش ضروري بيطعمي ولاده من المحل وبنفس الوقت لمن الدولة بتزبطوا بجور المشهود بيطلع هو انه ايه له عالدولة انه انا هلا مدين انا غلطان كوزير لاني طلعت قلت عن المؤسسات بيلقاء بقطر او الامارات بيسكروه اول مرة يمكن اسبوع ثاني مرة بيسكروه ثلاث اصابيع بعد هم يكفلوا بيسكروه بس بيعملوا مؤتمر صحفي وبيطلع بيقوله فلان هاك وفلان هاك وهون ما تيكل الطوق هون ما تيكل الكفتة بيحطوا على بابه اعلان بيحطوا على بابه اعلان وبيجبروه هو يعلن بالجريدي سكروا بالشمع الاحمر ورب الباقيين بس نحن عم نحكي بمنطق معالي الوزير مؤتمرات الصحفية هيدا هو هيدا الفكرة بس يعني وحضرتك يمكن يمكن تقولي هوا سيلة ضغط بدكن تسطروا بدكن تسطروا بدكن ثقافة الطمطمي انا مش معها ثقافة تعفي ست البيت العشقة ست البيت العشقة اللي بتخبي الزبالي تحت السجادي بتخبيها يوم تلاتي اربعين بتطلع الريحة بالبيت نحن منطقنا مش هيك وسياستنا مش هيك واللي يزعل يزعل عمهله لا يرضى سوصلحة المواطن وسلامة المواطن قبل بهذا الاقتصاد اللي بده يبني حاله على صحة المواطن اللبناني سمعت الكلام انه طريقة نقل العيني ما هو شايفي لو بتعملوا بايجابية من الاول بيجي بقولوا نحنا شو احطا مرعوبين منك ايا ايجابين لازم يرعبوا من الدولة لازم يرعبوا من الدولة لازم يعرفوا انه في لأ خوف من تحطط من تحطط لأ أبدا بطلا بارح صاحب مطعم منحكي عليه مرعوب عم بقلك اليوم شو اجينا اتصالات اي انا ما سامعه اصوات عم ترجف بهذا الشكل يطفل قانون يطفل قانون يطفل قانون اذا فيك تقوليله نحنا منحبه ومنعزه حرق ديننا بس وانا بحبه وانا بحبه ايه بس انا بحبه بس تحب مصلحة اللبناني تحب سلامة اللبناني في البعض شايف انهم ظلم وراح يعني الصالح بظهر الطالح في ناس عندهم ايزوا ومعايير كتير جيدة اخد تبردلي على رادي توئيد تنحكي بالتفاصيل انه هيدا الظلمة بيقدم لك جيش مش شوي رح تعملت العينة عندهم هو يبيعناي والناي طلع مضروب ايه بس هما بيعوا ناي رادي توئيد مش هده معيار عالمي بالعينة اسمعيني شوي اسمعيني شوي اولا السلمونيلا مش كلها بتروح بالنار السلمونيلا مش كلها بتروح بالنار علميا في اول شي هني عندهم السلمونيلا ممكن يكون موجود بس هني عندهم السلمونيلا اكتر من المعدل المطلوب هذا اولا والثانيا السلمونيلا مش كلها بتروح بالنار مين بيضمن لي انه هيدا الشاورمة توصله النار كله بنفس درجة الحرارة 44 أو 45 درجة مئوية مين بيضمن لي الفروج انه بينشاوه منيح وبتوصل بتموت كل السلمونيلا تانية نصف عيدة شي ايام البرد سلمونيلا على الوزير طلعت حملة انتم شو الفروج لو في بيرد فلو لو في طيور نسيت شو كان اسمه بالعربية لو في هذا المرض الخطير اللي بيقتل شو شو دجاجة وكلوها على 71 درجة والسلمونيلا على 4 أو 75 درجة بتروح بتموت هيدول اللي عم نحكي عليك عم عدلت السلمونيلا اي داكاترا هون احنا عم نتعدى عليهم بهاي التقارير عم نتعدى عليهم بعدين بديه سلم السلمونيلا مش شغلة خطيرة الاستيريا مين بيعالجها؟ الاستيريا بتطلع عالطريق او اتشاديت شاكولي بتطلع عالطريق حاجة بس ما كانت بتنعمل امور دون هذه المضرار الجنبية الجبيرة انا ضبط العدلية الناس انا ملزم بالقانون صراح الناس ضبط العدلية الناس يعرفوا وان ياكلوا وان ما ياكلوا لان احترامي لكن الناس ما بوثق فيه هون وبعرف راح يتحاولي على القانون وبعضهم راح يحاولي يبيع وبيستهل ضمريا ما بتخاف تكون زلمت ابدا 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 بعدك عم تاكل من كباب جي اه لا صراحة وقفت ايه شفت الحصات وقفت صراحة نعم صراحة هلأ كمين يعني يمكن رجعت ضربتهم لانه سألك على لي توليد بسكت يعني لا انت سألتني بالعكس انا بديت جاوبني وبصراح اخبون للجماعة وكنت اكل من عندهم هلأ ما عبيكل لانه ولا عند غيره وان عم تاكل ماشي عبيكل بالبيت كله عزينا صار كله عزينا حبوب عبيكل الحبوب اخدت عينات من البيت ميتك من وين ما علي الوزير كلنا ميتنا ميتنا في مشكلة بالماء في مشكلة كبيرة بالماء مشكلة اكبر بالماء نحنا بتصور جزء من مشكلهم هني الماء وكان ببساطة سألنا شوية اسئلة نحن اذا مطعم عنده 200 كرسة بده مكنة تنقية مياه بتكلف 20.000 دولار وبتكلف صياني ألف دولار بالشهر فلتر واذا كان عنده 400 كرسة بده مكنة تنقية مياه مكنة مش فلتر عادي مكنة 40.000 دولار و1500 دولار بالشهر صياني طب ما عبيعملوا مساري بحطوا مكنات هيدا اذا سبب الماء هلا بطلوا عم يعملوا مساري هاي في منهم عم بيحطوا فليتر بس بطلوا عم يعمل بالمرحلة الأولى حصل ممانع ورد الفعل فكر البعض أنه بيخدني بالسياسي فكر البعض أنه بيخدنا بالصوت العلي فكر البعض أنه بيعمل مؤتمرات صحفية رحوا على الشمال العمل وهونيك مؤتمر صحفي يعني أستاذ دبوسي وأستاذ بير أشار دبوسي وغير دبوسي بدون دافوا عن قطعات بدون دافوا عن حالهم بس يعترفوا هلأ شككوا بالحملة بالعينات شككوا بالنتائج طلعنا على المختبر بتصور صارت قاطع أن العينات منيحة والعينات المش منيحة رفضت شككوا بالنتائج طلعت النتائج مزجوطة وما فيها مشكل حاولوا يعملوا الحملة طائفية أنه لاش بها المنطقة مش بذيك المنطقة كأنه يعني إذا رحنا على منطقة عم نظلم أهلة مش عم نحمي أهلة بعدين حاولوا يعملوها أنه حملة سياسية لاش هلق للطغطية على التمديد وكل هذا فرار من الأمر الواقع هلأ صار في مؤسسات عب تجي على وزارة الصحة بكل التواضع بكل الاحترام تجي بتقول فرجونا تقاريرنا نحنا شو مشكلتنا اليوم إجي لعندي ثلاث مؤسسات شو مشكلتنا لأنها مشكلتكم هاي واحدة مشكلة من الماء مشكلة من المعدات مشكلة من الهاندلينج اللي بيشتغلوا عندكم مشكلة من كتازة من كتازة في نيس صلحوا في شخص اليوم إجي صلح إجي سوبر ماركت أبو خليل إجي قال أنا سور جاهز رحوا كشفوا عندي مؤسسة رؤوف غانة صلح أنا كشفوا عندي الحلقة بيجي لعندي قال أنا يمكن كان في شوية في شي من المصدر ويمكن في شي من عندي صلحت رحوا كشفولي بس مش شعرت وزارة اليوم وزارة الصحة والوزارات الأخرى أيضا إنها تحمل هؤلاء من المصدر مش المفروض وين عم تشتغل على المصدر مين من المصالح مصالح بيروت لاش تسكر اليوم بس انسلخوا هو ليك يعني انسلخوا اللي عم بياخد هيدا اللحمة ومفكرها إنه هيدا اللحمة مراقبة مع علي الوزار لا ما هو كمان هو لي ملحق انزلهم ما هو جزء كبير من الجزء كبير من في شي من المصدر بس في شي تاني كمان من المحلات يعني طريقة التوظيف الناس اللي بيشتغلوا سأليني كم واحد عندهم هؤلاء اللي بيشتغلوا قداش عندهم عندهم رخص إفلات صحية وقداش عندهم رخص فعلية في مشكلة عندهم من محلاتهم بالماء في من اللي بيشتغلوا في مشكلة من المكانات في أحد المحلات اللحمتو كتير منيحة المصدر منيح ولحمتو منيحة لن بيحطها على المكانة وتصير لحمة مفرومة أو كفتة أو سجغ المكانة ما تتنظف بشكل كامل ما تتنظف المكانة طبعا طبعا طيب حكيت شغلة عن التوقيت أنت عم بترد على البعض الكلام شو بدك بقصة التمديد البعض عن جد بيسأل إنه ليه اليوم هادي ثورة وقل أبو فعور أو وليد بيك أي ثورة الحزب التقدم الاشتراك وكل الأوادن بالبلد ليه اليوم قرر يعمل هذه الثورة وليد جملات لأنه أساسا اللي بيعرف وليد جملات بيعرف أنه كل عمره بفكر هيك بس ما مش حد لها الستين وشوي الواحد بتتكير اللي بيعرف وليد جملات بيعرف أنه كل عمره يتحين فرص بتصور في مواقف عملها وليد جملات أغضبت كل الطبقة السياسية واسترجع تاريخه لو وليد جملات بتصور ما عادي استمر للأمر بردك صار حيك أكتر من هيك شو اللي صار أنا اللي متحصلت عندي النتائج رحت لعنبه الجملات قلت له تفضل هاي النتائج شو بتريد أعمل فيها هاللي بتفتعمل تفتح هذا الملف ولا بتغلقو وما ترعي حدا وما تسير حدا لب السياسي ولب الاقتصاد وما بتغلقو إلا على أن يرسل أمر على آلية واضحة لحماية المواطن بسلامة الغداء بالماء وبغير الماء توقيت مش سياسي يعني يصدقوني للمرة توقيت مش سياسي لا نقصنا حضور ولا نقصنا استعراض لا نقصنا شغل وقعنا كتير سهل علينا وزراء ونروح منبق شعبية ما عنا شعبيتنا يعني أنا نحن عشو مرشحين رشحين وليل جمهورية على إيسة جمهورية شو عنا يعني يعني نحن عفوا قاعدتنا ثابتة وقاعدتنا صلبة وقاعدتنا بتصور يعني في وفاء وفي متوعية نحن يمكن الواحدين ما عناش لعبة ترأي عام ما عنا لعبة ترأي عام لا بوسطنا ولا بوسط لبنان ناسكن معكن بس اليوم إذا بدك تجيب تعمل أكبر حملة بي آر يمكن للحزب الاشتراكي ما بيعملوا مثل ما عمل وائل أبو فعول الحزب التقدم الاشتراكي عبر هذه الحملة اللي هل أد المواطن هزيت له طب ما أنت دمان دع تقولي أنه هلق خربنا بيوت الناس كيف لا لحزة مع الوزير ما في ناس ضدها أنا شغلت قعدت وجهة نظر الموجودة باللاد سمعة مليون مرة أنا بعرف بس لازم نناقش بهالتفاصيل وما حدا بيخاف عليك بالنهاية يعني بردود عندك دايما الجايزة بس أنا بدا أقول شغلي هلأ اللبنانيين مقسمين يمكن الرأي العام الغالب بأنه مؤيد للحملة لأنه عم تمس بحياته بغذائه بولاده بعائلته لاحظة شغلي بهالحملة أنا رأيي فتحة ثغرة سياسية بالبلد إنه الكل حوله مش الكل حوله بس بترجع ذكره بين فرزوا يا معالي استنبطت إلى حد ما حص مواطنية لدى اللبناني كان غائب لفترة طويلة الوعي بالبلد هو يعي شو وعي طائفي ومذهبه الخصم مين هو المواطن من الطائفي التاني أو من المذهب التاني المرة خلقت له المصلحة مشتركة خلقنا مصلحة مشتركة مش بس هيك خلقنا وعي اجتماعي وعي مواطني عند الناس بدي بيضاين هالإنجاز معالي الوزير عم بحكي بالسياسة اليوم أول تصريح مذهبه نرجع عم ننفرز للأسف إنجازكم بيروح إنجازكم الكبير بس أهم من ذلك بس خد معي هيدا المشهد اليوم قمت بما قمت به والناس مبسطت الموظف اللي بده أكل نضيف يجيبه لأولاد ويتطمن شو عم بتعميهم على القليل بهالبلد هالأدمى وبوء مبسوط قد الدني طيب بس بكرة إذا بلشت الإقفالات وفيه عم نحكة عقفال أخذ عم بيسكر بين مطاعم يوتي لونجز إتيش تكرت لحيكون فيه يعني عم بتعدد مؤسسات عم تتضرر أصلا مش قدرة تكمل خليلين فهم أنا وياكي بكرة إذا في نيس خليلين فهم أنا وياكي شوي بس نيس طرعت من الشغلة شو هتدعم بعفون شوي هاي التلفزيون مرخص بدك عينة لا لا التلفزيون مرخص أنتو اللي بستقبل مرخصين لأي مرخصين على مثل ما صار توزيع التلفزيون لا لا أخذت رخصة مضطرين لأنه في قانون بالبلد لش حدا بدي يعمل مركز تجميل بدون رخصة لأنه ما في قانون يعني في قانون في قانون وعب يتعدل باللجان النيابي راح من لجنة من لجنة الصحة على الإدارة والعدل أنت بحكلك تفتحي يعني بحكلك تفتحي مركز تجميل تعملي أبر وتعملي ليزر وتشيله وتحطه وتساوي وتضرره لناس ولا عندك رخصة من الدولة ولا عندك شهادة ولا عندك أي مقوم من مقومات يكون عندك بس حتى يتلهم شرط أنه يكون فيه طبيب كل الوقت يعني عم تتخيل للإي بي أل واحد يجيب طبيب قاعد 12 ساعة عم بيعمل ليزر جرين شو الإي بي أل يعني؟ يعني اللي بتشيل الشعب هاي شغل الفكبة هاي شغل أطبة بأي وين شغل الأطبة وقت اللي عم بيقولولك عم بحكي كمان اللي اتصلوا فيه كله إنه بكل العالم بضبي لمعاييرها كتير عالية فيه اختصاصي بيشتغل على هيدا المكان ما بيكون وين حدا يجيب لي إشهادة حدا يجي أول شي مع النه الرخص هاي قبل كل شي ثانيا يجيبولي حدا اختصاصي اليوم في ناس يجي وقدمولي وراقنوني اختصاصيين راح نرجع نفتح له بس في حدا بيعمل ميك أب بيصفي تاني يوم عب يضرب أوبر وعب يعمل تعرفي أنت البوتوكس شوهو بالضبط البوتوكس هو سم بيشل العضلات إله حق حدا يعمل أوبر بوتوكس يشل العضلات حدا تاني عم ينسبة في حكم عم يشله عم ينسبة تشوهات بالبلد روحي على شي احتفال روحي على شي مناسب وشوف نسبة تشوهات بالبلد كلنا منعرف وكمان في كتير بيجوا على لبنان بيقصدوا كما كان للتجميل ما هو المعالي بس اسمح لي قدي نسبة عمليات التجميل بلبنان وقدي نسبة خليكي خلوني خبروك اللبنانيين الأطباء أو غير الأطباء اللي عبي طلعوا لبرة الأسئلة اللي عبي تواجهوا فيها بالدول العربية أنه مش هيبقي أن أروح لعندكم باعتبار أنه عندكم صناعة التجميل المناحة روحوا شوفوا 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 بصير بالستات اللي عبي يعملوا عمليات عنكم تروحوا شوفوا سمعة التجميل اللي لبناني بالدول العربية هاي اللي بيحمي التجميل القرار اللي أنا أخدته اللي بيحمي صناعة التجميل مش أنه يظلوا فلتنين كل واحد بياخد تحت الدرج غرفي وبصير يعمل فيها عمليات الناس بتشوف الصور وبتعلق براسة الصورة يعني هيدا اللي بيبقى بيذهن الناس هيدا الصورة بتصير ملازقة للبنان ما بيعود الأكترية ما بتعودت هاي السمعة هاي مش كنت السمعة ما بيك تجزئة مش متفق أنا وياكن على المبدأ أنه أنتوا شايفين ما بيمشي الاقتصاد إلا إذا الاقتصاد كان فيه أكل فاسد وما بيمشي الاقتصاد إلا إذا كان فيه مراكز تجميل غير مرخصة يعني خلاص حلوا الدولة حلوها للدولة وعملوا شريعة غاب أكتر شوية نصف شريعة غاب يعني عملوا شريعة غاب وكل واحد يعمل اللي بده وروحوا لغوا الرخصة أنتوا وطلعوا بيصف على الهواء طيب رسالة مختصرة إلى معالي الوزير اللامع وائل أبو فعور بعد ظهور هذه الإرادة الفلازية لمعالجة السلم الغذائي رأيت من واجب أن أشكرك جدا على الخطوات المتخزة إذ أنه رغم جاهلي لخفايا التحفظات التي أطلقت أود أن أذكر الاستنتاجات والنتائج التالية أجبرت جميع المؤسسات الغذائية أن تضاعف مرات ومرات لانتباه على النظافة وسلامة الغذاء أعطيت كل العلامات السليمة الإيجابية لجميع المختربين والسائحين أن لبنان أصبح أكثر نظافة وسلامة وهذا ما يشجع السياحة أكثر من السابق عكس تماما ما اعتقده أو يعتقده البعض جعلت لك البسمة أعدت للدولة جزءا من هيبتها أربعة جعلت الدول الخليجية والعربية والدولية أكثر ثقة بسلامة الغذاء عن طريق إظهار الإرادة الصلبة في ملاحقة جميع المخالفات لك مني معالي الوزير والعزيزة بولا أطيب التمنيات الأمضاء مين هذه رسالة إلك من السفير جوني عبدو وأنا بدي أقف مع فاصل وبعد الفاصل ماذا سيكشف الوزير والأبو فعور نعم بعد لديه ما يكشفه في لويح مهي جيين جيين مؤسسات ما كثير بنبسط بها الجزء ولكن بدنا نستمع له فيك ما تحطي يأ بدي حطه لحن نشوف بعض الصور اللي لابلنا إيهون بس هلأ عبيل فتولي نظري الدكتور عمار أنه حسب الأصول العالمية لا يجوز أن تكون المواد النيئة ملوثة حتى ولا كانت ستعقم خلال الطبخ كمان يطلعون بس مش هيك بيصير بيعني دول العالم لأنه نحن نلحقهم بالمعايير منهم ببريطانيا أنه الرادي توئيد هو اللي بينفحص هيدا عكل حال نقطة ما رديت عليها كتير بقصة الرادي توئيد قصة اللي بالرابورتاج رديت عليها أنه أنا ما تبمن أنه الحرارة ممكن تقتل بعدين فيه الاستيريا بتنوت بالحرارة اتشارتش كليه بتنوت بالحرارة السلمونيلا بتنوت بالحرارة باقي البكتيريا بشو يعني والله حاجي يعني حاجي غطوا السماوات هون الجيجي بدا تجي مش نسمى من لعندهم حاجي غطوا السماوات بالقبوات ويجوا يعترفوا يقروا بذنبهم ويصلحوا وضعهم الحاجي يعملوا يطلعوا كل واحد على الإعلام وأنا وأنا يعني مرت القيصر اللي ما بيصل للشك ما في حدا منهم ما بيصلوا للشك يحسنوا أوضاعهم مستعدين نرجع نحسن تعاملنا معهم خلينا نشوف الصور اللي هني يلا صور لمسلح بيروت أسامة من الصيدة والعقبية هل شو شو عم شو هيدا مزارع شو اسمه مصالخ الجيج ومصالخ بقر هاي الجيج هاي مصالخ تصور جيج وبقر هولي سكرنا هولي الجيج بعتقد صار في رجيم جماعة للناس دايت كله عم بيعمل عم بيسألوني تأسألك شو من أكل أنا بعرف شو بش عارف أكل أنا مش عارف أكل أنا أنا ما شين ما بدي يعني ما بدي روع اللبنانيين ينتبهوا بأكلهم مصادر أكلهم شوي بس شو مطلوب أكتر من هيك تاب هيدولي شو أقفلت هيدا المسلخ أقفل إذا هيدا اللي بيصايدة نعم هيدا أقفل هيدا أقفل هيدا أقفل نعم أوك تفضلي هيدا كله بصير صجغ تفضلي شفت المحيط الحيطان يعني صور مقززة ما في شك صحيح أنه عين ما بتشوفه قال ما بيوجع ما هيك وهلأ مواطن ما بيعرف هني بدون عين ما بتشوفه قال ما بيوجع ومواطن ما بيعرف يعني تخيل الهول لو ما يعلن لو أنا عبحل على السكات نعرض للمؤسسات تخذني شعر 10 سنين والمواطن بعض وعيب عبياكل بها السمون هلأ شعر نشوف هذا مصلخ اللحمة كمان بالبيسارية كمان أقفل أقفل هاي بالبيسارية وبالعقبية واحد بالبيسارية واحد بالعقبية واحد ب أقفل مصلخ بيروت ماذا يعني انتصار الحملة انتصار الحملة طيب والمصالخ البديلة كيف لحد تكون مين قالك أنه حتكون أفضل أصلا في شيء أنون بيقول مثلا أنه منشوف أنا أول شيء نحنا ما بنضبحوا لكم وآخر مشوار لو وليت جنبلات بشبعة لمحاول يضبحوا كواريف أهل شبعة الأوادم والأصحاب الكرام مش مقبل قلهم برجع عكل حال هو معروف بريدا اللي حس مميح لإعترافتين نمشي بس بالنسبة لما هيدا نعم لحكي إنه إذا ما في مسلخ بيروت بالنهاية الناس في مسلخ برك ما بتكلف شيء روحي شوفي أي مصلخ كيف بيحملوا اللحمة بالسيارات اللي كان فيها مشكلة زبالة ما بتنقلي فيها عبيعي الجوة طيب لنا شاكر قال بولا وقفة تسألي أمي بوسي بس عم بقلك شو عم تعمل بالناس سلام قليك لنا مقماش برج تحت الهواء خلينا خلينا انتقل معك لللوايح اللي عندك شو عندك لويح جديدة ومن أي مناطق الناس بفكروا عم نعمل نحنا إثارة أنا كل ما أجتني لويح قناعتي القانونية والدستورية والأخلاقية إن أنا لازم أعلنها وكل محل لازم يقوله بيعتبر عبيحمة مواطن ما يروح يأكل هايدي المادي وبكرر مرة باقي المواد منيحة وبكرر مرة واثنان وعشرة اللي مكون المادي مش منيحة يعني باقي المواد اللي فحصناها منيحة حتى هذا بينطبق على المطاعم حتى على المطاعم طيب ليه ما عم تيكل بالمطاعم طب أنا عفواً شوي لمن أنا بقول ما عاش عبسترجي روح على مطعم أنا لعبسترجي قطلوب ما عدنا نسترجي نطلب دالي باري يعني والله صارت خصوماتنا كتيري بكل حالات لمن نحنا بنقول عن مطعم فحصنا عنده صنف اثنين ثلاثة أربعة خمسة صنف الفلاني مش منيحة معناها باقي الأصنات المنيحة عم نلفت نظر صاحب المطعم أو صاحب السوبرماركت والمواطن إنه هيدا الصنف مش منيحة فدى يعني برجاء طب فيك تقللون لللبنانيين هلأ إنه فيهم يروحوا يأكلوا بالمطاعم إنه مطاعمنا فعلاً فيه هيد فيه هيد الأجزاء فيه مطاعم فيه مطاعم فيك تأكل فيها أنا بطلب من اللبنانيين بس يكونوا من تبهين شوي فيه مطاعم أكيد ما فيك تفوت عليها يعني الشاب اللي طلع من شوي بلا ما أذكر أسماء أكيد بينفتش عليها المطاعم ملك البطاطا بس ألعيونك لعيوني وبأمره أنا يروح بس يساوي وبفتح له تاني نهار بس ينظف معايير نظافي طلعت معايير نظافي عنده اثنان عشرة بكرة يساويها بكرة أنا بس عد روح يأكل عنده بطاطا أنا أساساً كنت أكل عنده والإمكان بعده على مالة الشمال قدام شوي في حدا علق ملوك الطوايف ما قدرين إلا عن ملك البطاطا بس هيك لأنه زكرته إذا كان إنه الفسيد ناخر بالطبقة السياسية هلأ لهيونا بهيدي وصرنا القصة قصة غزاء ونسوه الباقي نسوه نسوه ووصلكم لهون دقينا بملوك هلأ الحملي شو سببه أنه نحن مسينا بعظمة ملوك الاقتصاد لا شو هؤل معطرين لا مش هنهوع بحكي عن ملوك الاقتصاد لما ينهوع الحملي مش هوجردوا علينا جردونا علية القوم صفوة القوم اللي لجرافات ارماس ومؤتمرات صحفية وفي بره سيارات بكذا مليون دولار وبيطلعوا بيطرقوا نظريات على سلامة الغذاء وهنه بيهمهم نص بحزب الاشتراكي صار هيك مع الوزير ما في حد بالحزب الاشتراكي ما في حد بالحزب الاشتراكي شو بدك بشغلة الارماس ما في حد بالحزب الاشتراكي هيك ما في حد بالحزب الاشتراكي هيك كشال حكي ولو نعرف الناس ما في حدا بالحزب الاشراكي هيك وبالحزب الاشراكي حتى اللي بيلبسوا رماس ملتزمين بالمواطنين وبقضايا المواطنين طيب خلينا دعاية منيحة هلأ تنبسط انشاء وين بدنا الليحة ما هاي تشهيرك شو بدك فيها لا شهر عايق خلص كله عم بيشهر شهر معه نشوف النتيج اللي طلعت اليوم بسوبر ماركت أنطون بكسبا كسبا فحصنا بس المقانق المقانق طلعت غير مطابقة لأنها تحتوي على الاستيريا طيب الاستيريا يا أختي لاب تجي من الماء ولاب تجي بتروح بالنار الاستيريا إذا واحد إذا ستتحامل إذا ستتحامل أكلتها أو بتعمل إجهاز أو الولد بيصير عنده سحايا أو بيصير عنده شل هادى المشكلة من المصدر بتكون أو من المحل اللي ذكرته ما بعرف مش معروف من ولي ما بعرف مني ما بعرف مني هولي غير اللي أعلنتم بالمؤتمر الصحفي هؤجوني بعض الضهر زكا ماركت بسربة فحصنا عنده الكفتة الهامبرغر طووق الأحمر وقصبة الجيش طلعت غير مطابقة للموصفات لأنها تحتوي على إتشاريت شاكولي المكورات العنقودية الذهبية البكتيريا الحيوانية المختزلة الكابريت بنسبة أعلى من المعدة المسبوح فيه كما تحتوي على الإستيريا يعني شو خليين صنفوا السوبر ماركت سان جورج بسربة فحصنا اللحمة المفرومة اللي مرجع بكول اللي فحصناه هون اللي عبقول نتيجة ومبشر منيح غيره منيح يعني مش هم ما يقولون مش أنتوا أصلا عم تفحصوا كل شي عم بيهدوا عينة نحن عم ناخد عينات عم نركز على مرجع بقول على اللحمة على الدجاج ومشتقاتهم والجبنة واللبنة والخبز اللحمة المفرومة وفخذ الجيج بسوبر ماركت سان جورج بسربة غير مطابقة للمواصفات لأنها تحتوي المكورات العمقودية الذهبية بنسبة أعلى من المعدل المسموح منها كما تحتوي على السلمونيلا آآ كمان سوبر ماركت آآ سان جورج بسربة لا هاي هي زيتا هاي هي زيتا آآ مورونا في مورونا سوبر ماركت او مورينا سوبر ماركت بزوق مصبح آآ رحاش نفحصنا شو بعرس بشولي في حصنية طلع عنده اتشاري تشاكولي بكتيري اللاهوائي المختزي للكابريد بكرة برجع بتأكد بشو؟ صراحة مش عبر فهم شوي مش عبر فقرها آآ مؤسسة برهوش بساح العلمة الكفتة همبرغر والكفتة طلعت فيها الاستيريا غير مطابقة للمواصفات آآ تريم تريم بساح العلمة فحصنا فخضة الجيج والطوق طلعت غير مطابقة لأنه فيها بكتيري اللاهوائي مختزي للكابريد بنسبة أعلى من المعدل المسموح به فيها سلمونيلا بمطعم الزغلول الشيح معوض فروج كامل فروج الكامل غير مطابق للمواصفات لأنه محتوي على السلمونيلا بنسبة أعلى من المعدل حرقوس تشيكن بارح كنا بعدنا بصير للناس اللي تلوثوا الطوق عنده غير مطابقة للمواصفات لأنه فيها اتشاري تشاكولي فيها البكتيري اللاهوائي المختزي للكابريد بنسبة أعلى من المعدل المسموح مطعم لمحطة الشيح الكفتة النية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحليل لأنها تحتوي على اتشاري تشاكولي البكتيري اللاهوائي المختزي للكابريد بنسبة أعلى من المعدل المسموح به مطعم الزغلول برجع بكرر مثلا هاي المحلات فحصنا عيني باقي العينات فحصنا هاي الزجايدي مطعم الزغلول الشيح معوض لحمي مفرومي بقر كمان غير مطابقة للمواصفات لأنها تحتوي على اتشاري تشاكولي على البكتيري اللاهوائي المختزي للكابريد بنسبة أعلى من المعدل المسموح به اه اه هويون. اه اه هولي بكرة فيه كمان بعد. كلمة عبت جيني لوايه. كلمة في لويه لحلو. لا ادي. الحملة صار روتينج وزارة الصحة. ازا حدا نفكر انه هيهبي وبتخلص. نفكر انه موجة عابرة وبتخلص مرح تخلص. مرح تخلص. عم بيسألوني هل هي اه اه حملة لاسقاط البلد اقتصاديا. استمر اذا حسيت في مؤشرات يعني سيئة. في قرار بضرب البلد اقتصاديا. نتأمرين على البلد نحن ايه. انا اقولك ما بيمشي اقتصاد البلد اذا تسمم الناس. خضيع. بتقولي لي عام نواجه صغار صغار الناس. نحن عام نواجه الناس لاصحاب المصالح الصغيرة. هيدا السم اللي عابين بس بالاعلام انه نحن عام ندمر الابتصاد. هيدا السم اللي عابين بس بالاعلام. هيدا رد الفعل من علية القاوم على الحملة. عند كتير عند كتير تعليقات. في كتير تعليقات عم بتقول انه ما رحت بالضحية سميت اسامي كلها يعني من الضحية. هلأ ما حقول اساميون لأن واضح المحلات اللي سميتها. في عندي سؤال عن مسلخ الشوايفات. رضوان اسير عم بيسألك. ما رأي معالي الوزير بمسلخ الشوايفات وهل سيلحقه كشف صحي. في اكتر من مسلخ بالشوايفات. بصحراء الشوايفات في كتير مسائلات مش بستوفية للشروط. وكل راح يلحق الده الطريق. الا الدور كله. بس يعني تركون لمرحلة لاحقة. مش تركون. اساسا بلغونا من المختبر انه وقفوا هاليومين ثلاثة طولوا بالكم لانه فيه الف عينة تنخلص منه. عشو اتفقت مع الرئيس بري. شو عملت عنده اليوم. اتفقت مع الرئيس بري. اولا هو مؤيد للحملة وداعم لإله. وبيطلب انه الاستمرار بهذه الحملة بكل المناطق دون مسيرة لأحد. حملت الفسادة عمتا ام هاب الزيت. بس قل. احكيت عن هذه الحملة انا. والرئيس بري من الناس اللي من فترة بتصور نسمع فيها بالبلد. اكل بأحد ارقى المطاعم وتسمم. زوجته. نعم. اكل هو زوجته وتسممه. و35 شخص بأحد ارقى المطاعم اكل وتسممه. ابدأ دعمه للحملة اللي امطرحت معه. هو اعلن عنه امر بالاعلام. ولمن اعلن رئيس بري. لمن طلقت منه انه نسرع بقانون سلامة الغذاء. كان متصل فيه كمان من باب الامانة. يعني حفظ الدور لنائب عطف مجدلاني. كان صبح ومتصل فيه كمان. اتصل بأمين عام مجلس النواب. طلبوا على اجتماع بكرة الساعة 11. كرمال يعقد اجتماع. يحدد اجتماع للنجان نيابي المشتركي. كرمال تجتمع جلسي لإقرار قانون سلامة الغذاء. ويحيلوا على الهائة العن. وهذه بشرة. خبر مهم هيدا. هيدا اضافة لاغلاق مصدق بيروت. بتصور هيدا نقطة التحول بالحملة. صحيح. بس هيدا ما بدخل تحت تشريع الضرورة. ام هيدا تشريع الضرورة. او ما فدته بهذه الناس. تشريع اكثر من ضرورة. بتصور كل الناس حسين قداش هذا الموضوع. يعني يجب التعامل معه بسرعة. هو الناس بتخاف من عدم تطبيق القانون. مش انه عدم وجود نص. انا كرميل هيك. كرميل هيك انا عبقول. اضافة لقانون سلامة الغذاء اللي بدي يخذ وقت. اضافة لمرسيم التطبيقية اللي بدي تخذ وقت. يجب ان يكون هناك قلية عمل واضحة بين الوزارات. قلية تنسيق بين الوزارات المعنية. ويجب ادخال وزارة البيئة. وادخال وزارة الطاقة جزء من هيدا الامر. معني الوزير هونالك من يقول انه في مساعدة بنص مليار دولار اللي احتجي من الفاو. ومن بعض المنظمات ومن الاتحاد الاوروبي. متل مسمعات مزبوط بالنسبة للامن الغذائي بلبنان. ما عندي فكرة. ما في ابدا. ما عندي فكرة. هيدا معلومة بعتقد اه منشورة يعني. ما عندي فكرة صراحة ما عندي. بسأل عنها. طيب عم بتحاول اه حضرتك كمان اتعين مية وعشر مراقب صحي. ام كمان هيدا معلومة خطأ. لا. ما في تعيين لمراقبين صحيين. ولا تعاقد مع مراقبين صحيين. ابدا. ما طلبت. انا اكيد في حاجة يعني بيروت فيها اتنين. مستعينين بعدة اشخاص من قضاء بعبدة ومن الاقضية المحيطة. بس ما طلبت. بدي اطلب حكما. انه بدي عززي هزي الرقابة بالوزارة. بس ما طلبت بعد. يعني الخطوة اللاحقة لح تطلب تعيين مراقبين صحيين. مش تعيين. المجلس خدمة بدنية خليه يعين. مية وعشرة. لا. ما في عندي عدد. ما قررت بعد قداش الحاجة. انا انا عم شوف مصادر ادي. ما قررت ادي بدك. لا. ما 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 بذهني الرقم المية وعشرة. اه. ما بعرف قداش حاجتنا بعد. اه تاك. يوسف برشين عم بيسألك هل الحملة ستستمر وهل هو على استعداد لاغلاق مطاعم مدعومة من احزاب لها ايدي خفية. متل مين. يعني. عم والله يسمي ليش. ايدي خفية. ايدي خفية. ايدي من احكي عن الجن. طب وين في مطعم خالف ما رح نشفتنا علي. وين في مطعم خالف. لعم بيحكي. عن استمرار وعن اقفال. عم بيحكي. عم يفي مطاعم بالبلد عند كتل نيابية وزرية. في مطاعم بالبلد رحنا عليها يمكن يكون على تويتر متمنى على الوزير أبو فعور يعمل طريقة يكون الكشف على المواصفات الصحية دوري بالوزارة بغض النظر عن همة الوزير هذا القانون يمكن بيأمنه كمان هذا القانون وبتصور أنه يعني لازم وضع أمور مؤسستية دائمة تستمر بالوزارات أي أن كان الوزير نعم يعني عندي كتير من التعليقات وعن بيقولولي فيه دكتور حسن حيدر أخصائي جراحة نسائية وتوليد عنده اتصال ضروري معك كمان في جين نصار اللي حضرتك ذكرته رايح إلى إتجاه إقفال المركز مش أنا هذا بس له يعني عم بتحكي أنه يترخص كل المركز مش مرخص بدي يقفل طيب بس المركز اللي عم بيروح يجمع وراءه لا يترخص بس يترخص بس يجيب وراءه يترخص بيفتحتين النهار عم تسألك ذكرتم أن القانون الجديد هو أمام البرلمان كيف تطلبوننا ركز التجميل أن تلتزم بقانون قبل إقراره وبدون إنذار مسبق ولماذا هذه الحدة في التعامل معهم أولا ما في حدي لأنه الوزير عليه حسن خليل بعطلهم أول مرة إنذار تاني مرة بعطلهم أول شي بعطلهم إختار بضروري التسويت وضعهم تانيا بعطلهم إنذار أنه أنا إذا ما تجوابته رح سكر لماذا سكر؟ لبيع الإنذار ما راح من الوقت تغيرت الحكومة تغيرت الحكومة أكيد القرار نبلش عنده نحن عممنا على المحافظين تنفيذ القرار السابق عممنا على المحافظين وللأماني ما إلا علاقة بالسياق هالحملة إجت بالصدفة واللي بعث القرار التعميم هو المدير العام مش أنا لبعث الدكتور ويد عمار هو اللي بعث القرار ونبيل بتوقيعه للمحافظين وما يعني تانيا حدي ما في حدي تصلت فيه السجين نصار وقلت للشرف إذا بتستوي في شروط قدمي طلباتي وترجع بتفتحي يعني كمان واحد بدي خالف وما عنده ترخيص والقانون موجود بس القانون عم نعدله بس عم كمان عم بيسألك سور المشوهين اللي عرضت على التليفزيون هل والتي زودكم بها أطباء الجلت مظبوط أطباء الجلت زودكم مش كلم هل تأكدتم أنها من عمل مراكز تجميل وليس أخطاء ممكن تكون يعني خطأ طبي عنا كل الحالي بالضبط وين صايرة ومين عملها وشو السبب يعني اللي مضروبي قبرت زي سمك واللي مضروبي بوتوكس بنعرفهم واحدة وواحدة مش طبيب بس أخطاء الأطباء من عم بتبعها يعني لحد هلأ في تسطر من النقابي للأسف للأسف نقابة الأطباء حتى اللحظة ما في طبيب غلطان تطلع بالبلد بهيوستن بأم دي أندرسن بميو كلينيكي بيطلع فيه الناس بيغلطوا هون عننا ولا بمستوصف حدا بيغلط بس تبعت الملف وأنا عندي تجربة سابقة حولت ملفات على مخالفات مش مش أخطاء طبية مخالفات موصوفة يعني بتتخيلي حدا بينسى شاشة بالبطن فهمنا بصير الغلط بيرجع بيبتدع أنه البنت عندها زيدي بيفتح لبطن بيشيل الشاشة بيشيل الشاشة بيسألوا الممرضين اللي معه وين في زيدي ما في زيدي حسوا أنه عبدور عشي تاني مش عبدور على زيدي بس كيف تذكر أنه نسية يعني لأ ما البنت اجو صوروه وطلعت في وبتحوليه على النقابة وبيطلع ما فيه غلط طيب معنا دكتور حسن حيدر آه أوكي خبروني لأنه مش عم بعرف مش عم تقولولي بالكنترول تنرجع إلى هذه الملفات معالي الوزير إلى أسئلة كثيرة يعني هلأ لحينضم إلنا بعد شواء أستاذ شارل عالبيد راحوا بزيارة إلى روسيا يعني عم بيحاولوا يسوقوا هذه المنتجات اللبنانية لح نسأله أيضا شو قدروا يعملوا لوين حتى يعني توصلوا في هذه المسألة هل ممكن تسويق لبنان برأيك بعد اللي صار يعني فيه رأيين فيه رأي جوني عبدو لقريني اللي بيسنع ليك وبيقول لك لا هيدا لازم يعزز السقة وفيه رأي بيقول لا يعني هيدا نشر غسيل ما بيصير بولا محل بالعالم وين ما كان فيه أخطاء شفتيك هيدا هاي كل اللي عملنا اللي أعلنناه بشهر واحد بيتعلاج كله سوا شو بتكلفوا صاحب المؤسس يجع وزارة الصحة يسأل شو مشاكلة مثل ما إجوا الناس أوادم بالأيام الماضية على الوزارة الصحة وقالوا نحن شو مشاكلنا وراحوا علاجوا وطلبوا مننا نروح نعدلون الكشف وبس نعيد الكشف وتطلع النتائج مزبوطة رح نقول إنه هايذ النتائج أصبحت مزبوطة وما في مشكلة يعني بشهر نحن بشهر كل هايذ المشاكل ممكن تتعالج وممكن نرجع نعطي الصورة الناصة عن لبنان منكون أمننا الاتصاد السليم ومنكون أمننا صحة المواطن سلامة المواطن ولا أنا مطلوب مني تحت حجة هذا التناقض الوهم اللي خلقه وبين السياحة وبين الصحة وبين الاتصاد وبين الصحة مطلوب مني كوزير صحة حط رأسي بالأرض وكأني لم أرى بس كمان يعني وزير السياحة قال نحن مستعدين نعتذر عنا نفسنا كوزارة هل تعتذر وزارة الصحة أيضا إنه كل هذه الفترة السابقة ولا نحكب معي ولا تمنحش وكمان أنا لازم اعتذر فجأة هيك أنا لازم اعتذر أنا وزير بالحكومات بصر لي بالحكومة أربع حكومات والوزير كمان الوزير صديقي الوزير فرعون صر له خمس ست حكومات حكم استمرارية مع الوزير ما فيك تقول حكم استمرارية مش تلفين بس عبقل وانت عم تحكي عبقل إذا نحنا إذا نحنا لازم نعتذر الكل لازم يعتذره مش بس وزارة السياحة ووزارة الصحة الكل لازم يعتذره لأنه بس لخبارك شغلية نحنا بنا نحلل الشي سير بالصين وبننخذ موقف بنعرف شي سير بين كوريا الجنوبية كوريا الشمالية ولا كيد اللي يكون عنا موقف نختلف مجلس وزراء إذا حبلت بآخر الدنيا بتخلف عنها وبينقسم مجلس وزراء وتنقسم الطبقة السياسية بسوريا مفكرين نحنا رح نغير الصرع بسوريا اكتشفنا ما رح نغير الصرع بسوريا مختلفين على كل شيء بالكون والأولويات الوطنية البسيطة يا عمي إذا باتكون هالمواطن اللبناني يشتغل معكم سياسة بتكونش هي ضل طيبة يشتغل معكم سياسة مش لازم يضل معافة إذا نزلتو التظاهر يقدر يصرخ أمنولوا سلامة غذائقه سلامة الماء سلامة الدواء وبعدها اشتغلوا سياسة يعني كل الدول اللي عاملت ثوراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بتأمن البيزيكس بتأمن الأساسيات بحياة المواطن وبعدها يم تشتغل القضايا الثانية استاذ زياد حيك رئيس مجلس إدارة شركة مياه ترشيش كمان يعني بعث لرسالة ما بعرف إذا وصل لك أو بعث لك إنه هن يعني بيقوموا بفحصات دورية واعتبروا كمان هناك غبن لحقون لهذه عكل حال كمان اللي حيكون معنا مرخص شو مرخص انت قلت منه مرخص هو عم بقول إنه مرخص يجيب الرخصص لا عكل حال بعتقد لحيكون معنا باتصال أنا مش عم لحق هون على التليفون ما بعرف سنترال شو عم بيصير فيه بالخارج بس أنا أكيد ما فيه ياخد هيدا الاتصال يتعاكل حال أسامة إبراهيم لحيهتم بتأتوقف مع فاصل بعدين سنطرح شو تأثير هذه الحملة فعلا على الاقتصاد مع أحد رجال الاقتصاد وحضرتك حكيتك كتير على الفرانشيز كأنه يعني شغلة سيئة للبلد وهذه الشغلة بكتير بيشوفوا حالهم لبنانية لما يلاقوا فرانشيز بالعالم العربي مين أنتون المواطن ميح كمان أنت مواطن أنا مواطن طيب فاصل ونكون مع المواطن وقل أبو فعول نتابع هذا اللقاء مع الوزير أكتر شي على أضواء هذه الفترة أبو فعول لا أكيد الناس مبسوطين فيك والواضح من الفيدباك الكبير عكل حال خليني أقول أنه بتك تاخد عني شألة هلأ أستاذ شارل عربي ما هيك حضرتك رجعين من روسيا لا جايين من روسيا عم بيجربوا يسوقوا المنتجات اللبنانية وإنت كل يوم تطلعنا على التليميزيون ما بيسمع بروسيا المحطات اللبنانية أولاك منيح لأ منيح لأهل الاقتصاد بروسيا ما بيلحقوا الفضائيات اللبنانية أول شي أنا بمسيك مع الوزير المسيكي أهلا وبشكرك على هالفرصة أنه نطلع مع معلي لأنه اليوم هو أكتر شخص ميدياتي زي بالجمهورية اللبنانية فبشكرك على هالوقت الليلة تعطيني أنا قبل ما فضي موضوع روسيا ونحكي عن موضوع روسيا وشاني بحب وضح بعض الأشياء ونصار لغة كتير ومعلي حكي عن موضوع الفرانشيز أكتر من مرة أوقات بشكل إيجابي أوقات بشكل سلبي بس نحنا توصلنا نحن وياه وشرحنا وجهة نظرنا اللي بدي أقوله أولا بعتقد كل مواطن لبناني إن كان بالاقتصاد أو كان صاحب مطعم أو صاحب مؤسسة أو مواطن عادي أو مستهلك كلنا نحنا مع مبدأ الحملة اللي عم بيعملها الوزير أبو فعو ولكن لحوصلك على الولكن واللي عم بيعملوا هلأ كان لازم ينعمل من زمان كان لازم هو يعملوا وزملائه يعملوا إن كان بموضوع الصحة أو غيره بس نحنا بدنا ناخد الشقة الإيجابية ونقول إذا نوجد مين يبلش خلينا كلنا نحنا ناخد هالصدمة قنزحوا الناس قنزحوا ليوم اطلب الموضوع نحنا بدنا ناخد هالصدمة هاللي بلش فيها وخلقت صدمة بالبلد لحتى نقلبها لصدمة إيجابية نحنا عالنا تحفظات كتير بالشكل مش بالمضمون وقلنالوا هيدا شي وتفهموا اختلفنا نحنا من أول يوم عم نقول كنا منتمنى ومنلاقي أنسب أنه ما تتسمى المؤسسات لأسباب عديدة جوابنا وقال القانون بيجبرنا هلأ أنا مفتشت ما لقيت صراحة هيدا شي بس مرضو بقول ولو كان القانون بيجبر يمكن كان بيسوى أنه تتمرق هالمرحلة كان بيسوى حال هيدا صار يعني بعتقد توضح من كل الجهات رأينا نحنا أنه كنا أفضل ما تتسمى المؤسسات هلأ وصلنا إلى هون أنا أبدأ اغتلم هالفرصة لحتى أقول الشغلة اللي بلشها وائل أبو فعور بدنا نكفيها كلنا سوى بموضوع الصحة بموضوع الغذاء بأمور كتيرة بس كمان فرجت شغلة أساسية قديش غايب الحوار الاقتصاد الاجتماعي بالبلد وقديش المجلس الاقتصاد الاجتماعي الهم الاقتصادي مزبوط الهم الاقتصادي منه موجود بالعقل السياسي في لبنان ويمكن الوزير أبو فعور اليوم بشي اللي عملوا اللي بلشوا رح ينقل هالخطاب هيدا اليوم بلشوا الوزراء يحكوا اقتصاد ونطمنى أنه بمجس وزراء كل يوم ينحكى اقتصاد وهيدا الشي اللي كان غايد لما بقول اقتصاد بنقول كمان أمور حياتية معيشية المواطن ما بدنا نحكي بس امن وسياسي وهو قاله وانا عم برجع لكلام هو قاله الامن مهم والسياسة مهمة بس الغذاء مهم والاقتصاد مهم والانتاجية مهمة شاء العربية عم تيكل بالمطاعم عم تيكل بالمطاعم اكيد واول شي بيكل عند الكبابجة وبدو يعذرني وهلأ بس روح من هون رايح اتعش عن الكبابجة لأنه الكبابجة مطعم كتير كويس واسم تجاري كتير كويس واذا صار عنده خطأ الكبابجة نتعاون كلنا سوا نتواضع كلنا سوا وانا كتير بحب هالكلمة وبرافو علي انه قال متواضع اهل السياسة بدون يتواضعوا الوزراء كلهم بدون يتواضعوا الاحزاب بدون يتواضعوا ونحنا كاهل اقتصاد بنا نتواضع والمواطن كمان اللي اوقات مطلوب من الكل التواضع لأنه بدنا كلنا سوا نطلع من هالحملة هاي دي حسيت الدررات كفرانشيز نعم وحسيت انه فيه ضرر من هيدا الكلام لك انا يعني فيش اكيد صورة البلد ضررية وهتزة خاصة انه نحنا عم نشتغل ومع الوزير ابو فعور بمطرح اخر مش بوزارة الصحة لحتى نفرجي الصورة الحلوة انا كنت بتمنى متل ما فرجينا مطاعم ومسالخ كان بسوا كمان بنفس الوقت بنفس الكادر نقول نحنا عنا هالمشكلة بس كمان نحنا عنا مطاعم كويسة وعنا اشي حلوة بهالبلد بس كل وقت عم بيقول هيدا الصنف هيدا الصنف صحيح نحنا زرناء واتفهمنا نحنوية على المبدأ وقال وكان ايجابي كلمة تقال انه انا لحسمي الشغل العاطلة ولحسمي الشغل المنيحة وقال صلحه وانا جاي هلأ بدنا نشوف شو هي الالية هللي بدنا نصلح فيها وهيدا اللي بحب انه نتفي نبحث كيف بدنا نكفي من هون ورايح طلع كل يوم الوزير ابو فعور وعطى الاستاذ واسامة وكل ما فتش رح يلاقي اكتر بكرة شو بدنا نعمل شو نحنا شو مطلوب مننا اول شي كقطاع نحنا طرحنا عليه اكتر من فكرة جينا الليلو فيه ثلاث اشياء اول شغلة فيه سناكس ومطاعم صغيرة بده تروح بمواصفات السلامة للغزاء بس ما بتعرف شو بده تعمل لانه هوده شغل جيدة لير المعايير جينا الليلو نحن وياه بدنا نفتح اكاديمية مدرسة وهيدي نحن عملها مع الغرف واتحاد الغرف مع الجمعيات المعنية مع نطابة المطاعم مع الاتحاد السياحي مع الاستاذ بير اشقر وغيره لحتى نخلق الاكاديمية اللي نحن سمينها ليبانيس فوت سيفتي اكاديمي هيدي شغلة برافو واقل ابو فعور خلينا نعمل هيدي الشغلة بس كان لازم تسير من زمان هلأ صارت خلينا نبلش فيها نبيل رزق الله هيد اول ونبيل رزق الله دور كتير كبير وجيد وبشكره ونقطة تانية هالي لازم نعملها وكمان هدي ما انت في عليها الكود اوف اتكس فواعد السلوط المهني مش كل واحد بتضيفتح مطعم بيفتح مطعم وبيروح لمنيح بظهر لوحيش شغلة الثالثة موضوع الماء ما عليك وانا بطرح عليك بتمنى بكرة عندك اجتمع مع الوزراء خلينا نعمل متل ما عملنا بموضوع الطاقة الشمسية يعني طلعت بدك اكتر ما هو بده ايه بس ما بدي يسمي وما بدي يشهر وهلأ بيزعني تمنى التشهير اسمح لي شرعب بهذه النقطة قالك استس بير اشقر اللي بيعمل جريمة بيقولوا مي معين زين خار اعترف بالجريمة يعني قالك اللي بيعمل جريمة لا ابدا قالك اللي بيعمل جريمة ما بيسموه بالاسم الكامل كيف اللي ممكن يكون عنده خطأ كيف بتقتله سبعته هيد قصة التسمية كمان اصر عليها بظل بكررة انا في رواية لغسان كنافاني اسم عائد الى حيفا بيقول فيها عبارة حلوة بتعجبني بيقول ثم ترتطام قدري لا يصدق وغير قابل للتجاهل ولكل الذي يجري مجرد حوار مستحيل مش عاب بيحكي عن استس جار وعن استس محمد شكير اللي قاعدت معهم ولا عاب بيحكي عن طوني الرامي اللي اجا قدم لي كمان اقتراح جيد جدا نقيب الاصحاب المطاعم في ناس فيه استدام معهم بالفكرة بالمبدأ برجع بيقول لك هذا التناقض الوهمي اللي عبي حاول يخلقوه بين الاقتصاد وبين السلامة بين السياحة وبين السلامة انا مش مقتنع فيه مش مقتنع فيه انا واجبي بالقانون سمي انا واجبي الضمير انا سمي اي قانون عبي قلتك نبش ملقا اي قانون انا هيك انا هيك رأتي للقانون روح بحيله على نزار صغية ما بتصور هو بيعرف فكرة بس القانون شو رأمه شو المادة بشرعة حقوق الانسان بيقول اللي بيظهر شكل من اشكال الفساد بدي يخده لفرطة اللحم وقعد يشمشما بدي يشوف شو النتيج بدي يطلع هاي النتيج انا وهي القضاء عندي يعني عم تطلق احكام انا هاي القضاء عم Tacka هاي القضاء عندي هي هاي نتيجة علمية هلا بطلع بشكل نتيجة علمية لا لا خليني باستلع لا جئو علي موضوع ما بعرف إذا لا لا بتشكك ملوى الناس با مدرع ينتغر اسمه لا يا عم لا ووحب يطعم الناس اكل مسمع بما أنه وزير صحة حضرتك نسم التسمم بلبنان لا حكيت على السرطان لا حكيت على التسمم راح فرجيك إياها نحن اللي قدرنا جمعناهم بالأشهر القليل الماضي بسمع للوزير 946 خالي شو زن بالسوبر ماركت والمطعم إذا اليوم مزرعات بالأرض اللبنانية عم تنزرع من مياه المجرير هيده مسؤولية ميل هون مسؤولية الدولة بس مشكلة حالية التسمم مشكلة حالية التسمم من أكترية مش أصل لا معظمان من الأكل كيف بدنا نعالج موضوع الماء كيف نحن اليوم بدنا نتعاون كلنا سواء لحتى نعالج موضوع الماء خليني بس باللي حكيه للأستاذ شار أولا منيح الكلام إيجابي أنه أنتم ما ببدأ الحملة منيح الكلام أنتم تحفظات بالشكل واضح هيده نقطة خلافية بشكل كتير كبير بيني وبينكم وأنا ما غشاتكم لمشرفتوا لعندي قلت لكم أنا هدي مستمر فيها لأنه أنا هاي بعتبر أنه هيدا مسؤوليتي واجبي هذا عنصر الضغط للمواطن يعرف حاله وان بدي روح وان بدي يجي ضبط العدلية الحقيقية هو المواطن بيسمع الاسم بيتدارك الخطر لو كان القانون بجيز قلت كلمي لو كان القانون بجيز القانون بجيز بس لو كان القانون بجيز بدكم كمان حسب فهمكم أني مطبغ القانون أنا لا أهتم حكيت كلمة إيجابية أنه مطلوب حوار اقتصادي البلد برجع بكلك لأنه نحنا بنناقش بكل شيء إلا بمصلحة المواطن بنناقش بكل شيء إلا بالموضوع الاقتصادية الاجتماعية في أزمة اقتصادية اجتماعية طيب حضرتكم انهيقات اقتصادية هلأ طلعت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية لأنه في وزير معلي بالصحة صرنا خمس سنين عم نعيد صورت بركن تحطه بظهره بظهر حزبه لا 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 كانوا عم يحكوا عزمة لا لا ما عليك لا مش انت استفيدوا منه إيجابية ما عارف انه الحزب اللي انت بتنتمي لقلوه كان حملني بمشروع كيرك بيه وانت كنت اول اللي اشتغلوا بهذه خليني كون إيجابي خليني كون إيجابي شار الهم بمطرح تاني هلأ خليني كون إيجابي ما قلتوش انه هيدا بداية لحوار اقتصادي بالبلد نعم فليكن هيدا الأمر استفيدوا منه لحوار اقتصادي اجتماعي بالبلد ما طيرتوا السلسلة معلي الوزير وغس السلسلة عمي يعني السلسلة اليوم اللي كنا عم نحكى فيها انه الوضع الاتصادي ما بيحمل ايجت هيدا ايجت الضربة الإضافية اليوم ايجت الضربة الإضافية اليوم ايجت صلبنا السيد ونسيحة ياسد طولة ياسد طولة بيجي كوراة أكثر مني بالبرنام فضلي الشباب عم بقولولي قانون حماية المستهلك يوجد مادة صريحة يجب إعلام الجمهور عند المخالفات المتعلقة بالغاية بد المادة ونمرتها واساسات زياد حايلت معي على السليسون زكرت اسم الماي غلط انا يمكن قلت مياه ترشيش او صح لا هي شركة مياه ترشيش واسم الماركة طبعها طلايا طلايا انا حابب بقول شي يعني مثل ما غيري تفضل وقال انه انا بشدة على ايد الوزير بكل شي عم بيعملو خاصة بقطاع الماي مياه الشرب يلي متل ما بنعرف تسعة وتنين بالمية من الشركات اللي بتبيع من اه ماي منا مرخص اليوم لذلك نحنا من مدة طويلة عم ندعي وزارة الصحة انه تلاحق الشركات المش مرخصة انتو مرخصين انا بهمني اليوم وضح انه شي اه مرخصين انتو استيزياد انه مياه تلايا مننا مرخصة اه بقى انا كنت بدي وضح انه مياه تلايا مرخصة بموجب اه منسوم جمهوري سنة الالفين وتناعش ورخصة من وزارة الصحة بتاريخ تناعش نيسان الفين وتلتعش ولكن اكيد الرخصة صادرة باسم الشركة اللي هي شركة مياه ترشيش لذلك يمكن كان فيه لغط بهالموضوع بس اه نحنا اه معالي الوزير المعمل طبعنا على اللي علوه الف سبعمائة وخمسة وتلتين متر واما عنا تلوص نعمل تحليل يومية بالمعمل واسبوعية بمختبرات الدولة بالفنار وبزحلة بقى اه ولا مرة طالع عنا اي شي غير مطابق اه تعجبنا من شي اللي اه قلته معاليك مبارح بقى رحنا اليوم مرتين على وزارة الصحة لنطلب اه نسخة عن هالتقرير اللي استنت لقلو حضرتك بس للأسف ما ادرو فيدونا موظفين الوزارة يعني حتى استفهمنا عنه بمكتبك بقى بتمنى بس يعني اذا بتقدر تنظر بهالموضوع حيدا لانه اه اثر بيعثر كتير على سمعة الشركة وعلى سمعتنا استاذية نعم يعني هايدي احد الحالات يمكن اللي ممكن يكون فيها صار لغط ما مرخصة اولا انا يعني بتشكره على الايجابية اللي عبيحكي فيها واذا انه شرف على الوزارة انا قلت اي مؤسسة تجي لاصلاح وضعها مستد ان يتعامل معا بمنتهى الايجابية لانه واجبه بيتضي هاي التقرير اللي عندي بيقول سرايا ووتر اولا بيحطه بلايحة المؤسسات غير المرخصة هاي ليحة المؤسسات المرخصة هاي اللي غير المرخصة اللي قدرنا نحصيها لان نحنا لمعلوماتك مش انا الوزير علي حسن خليل كلف فريق نزل يبرم لقدر يحسي 200 محل مي ببيع مي ما بنعرفهم صحيح بيعبوا جلونات وبيعاتوا الناس بياخد ميت البنية او عامل واصل عخطة الدولة بالله اللي بيجي بياخد بالاشرفية احيانا بتروحي اذا بتروحي على الخزانات الاشرفية بالله اللي تلاقي في ناس عبيعبوا جلونات عبيعبوا سترنات من اصحاب المؤسسات بس زياد عم بيقلك بين البراند بين الماركة اللي عم توزع فيها سارة انا عفوا شوي هو شو اسمه الماء سرايا متل ما فهمت منه انا ما قلت سرايا امبير او تلايا او سرايا او شي انا ما عندي سرايا عندي سارة ووتر لا افتكرت ما بعد زي بعده معنا استزياد حيق ما قلت سرايا انا شفت التسمية معليك لحظة لحظة تلايا تلايا ووتر عندي لانه تلايا ووتر تلايا ووتر عنده هو شو اسم الماء هيك مكتوب عندي تلايا ووتر ما عندي انا ما قلت تلايا ووتر امبير مابروك زياد. ما عم بحكي لسالبان اجابا ما فيه كل شيء. سالبانو عندي تقرير. عم بقول اللي قلتم بارح اللي هو ما قلتم بارح انا سرايا وطر. ما فيه. اوكي. تلاية عا كل حال. اه. تلاية. تلاية. ما فيه تلاية هون. اوكي. خلص لكن مش حاله. لا مش مش حاله. ممكن معرفش شو النتيج بس باللي عندي بالمؤسسات البخالفة ما عندي شيء. طيب. معلي. استشار فضل. شو بدنا نعمل من هون وطالع. بدنا نعمل. انت اليوم بلاش شغلي. اي. ماشي جويت وزارتك. كل يوم بيطلع لويح بنعلون. اوكي. شو بدنا نعمل شي عملي. كلنا سوا. لحتى ننقل هالشغلي. اولا نعممها. هيا بس تجوبك الشيب. هلا بس تروح اللي اللي. ايه. هلا بعمل. هلا بس خلص عشاك عن كباب جي. طبعا طبعا. بس خلص العشاك عن كباب جي. بداك تروح معي عن كباب جي هلا. هلا بداك تروح معي عن كباب جي. وانت وانت لازم اول واحد تساعد كباب جي وغير كباب جي. لانو هاي دي سقافتك. وهادا شي اللي انت بحب تعمله. انو انا ممكن فكر انو واقل ابو فعور ممكن يعمل شغلي لحتى يقسى المؤقل. لحتى يقسى المؤسسة. بس اليوم بس اليوم في عنا مشكلة بدنا نطلع منا. كلنا بدنا نشتغل عليها. وانت اول واحد بدك تروح ترجع تشجع. ما بدي ارجع سمي. وانا اذا بطلب منك ما تسمي. بس عزرني. مش لانو هاو دي فرانشايز او غير فرانشايز. نحنا بدنا نعمل واقل ابو فاعور فرانشيز ونبعثه على كل مكامل القلل والفسيد باللبنان. بس لما بدنا نشتغل شغلي. الفاسيد مش بس بالاكل. بدنا نستنسخه على اربع وعشرين. لا لا لا. هايدا القمص. هيدا قوة نظامنا. ما عليك. انا هون اسمح لي. انا خلينا نقول لك بس شغلي. خلينا نبني على الايجابي. انتو عب تقولوا جاهزين. حكيت انا وياكم بتعملوا اكاديمي. هادي شغلي كتير ميح. صح. بتعملوا كود اف اثيكس. شغلي كتير ميح. بدنا نعمل شغلي اهم من هيك. بدنا ايها منك. بدنا ايها منك. شو بدك منه. شو بدك منه. شو بدك منه. بدي منه انو كمان نقدر نأمن قرو ميسرة بفويلة معدومة. للمؤسسات الصغيرة تايساوي وضعهم. لا لا مش تايساوي وضعهم. لنعالج موضوع المي. الموضوع المي اساسي. لا كمان تايساوي وضع. مش بس المي. بس انا نحن عم نحكي اكتش بموضوع المي. المي اللي بتوصل على. اول شي لا يكون عنا مي. عندك مخاوة في استشار. انو هيدا الحملة ممكن تقدى لي اقفلات لمؤسسات انها اه توصل. ناس بالشارع نشوفهم كمان اضافة للموجود. انا انا باعتقد انو اكيد هالحملة هيدا بالطريقة هذه اللي صارت فيها. عندها تأثير سلبة بموضوع الاقتصاد. بس اذا عواننا كلنا سواء واذا كانت الحكومة كلنا مجتمعة. لانو جادة. عطوني بحل واحد بس. خليني. سكر. عنده مخالفة. محدود المخالفات اللي نحن قلناها. مش غير لنا نحن سكرنا وانسكر. بقولي محل واحد. لا بعد ما قلت سكر. لا شف. لا ما اقلت سكر. لا ما اقلت سكر. ليعبدو مستقبلا. نحن فينا ننكر. انو اللي صار اليوم فيه قد يكون له ارتدادات سلبية بمطرح ما كله ايجابي صحيح؟ نحن شو بدنا؟ بدنا نرجع نرد السئة للمواطن بالقطاع القطاع المتجم. خلينا نسأل في مواطن معنا كمان معلش استشار. دكتور ناجي صفير معلي. خلينا بس نستمع لان كمان عنده رأيه. فضل دكتور ناجي. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير كيف حالك؟ فضل دكتور. مساء المشاهدين ومعلي الوزير وبدأ اشكروا للوزير النشيط. شكرا. يلي لتاريخ اليوم بيّن بكل الوزارات اللي استلامه انه عم بيكون فاعل وناشط. شكرا. حقيقة انا اللي ضايع فيه ليش الجدل اليوم كأنه مختلفين كأنه في ضياع بين الدولة وبين القطاعات الانتجية. بوقت اللي انا بعتقد انه الدولة والقطاعات الانتجية بيكملوا بعضهم. ولأ منه صراع طبقي هذا الموضوع. هذا موضوع له علاقة اكتر بالتركيبة الدولة. اليوم نحكي عن الفوت سيفتي او نحكي عن الامن الغذائي. بعتقد هذا الشيء بمعتمد دوليا وفي مؤسسات اشتغلت عليه. وبيتطلب التزام طرفين. هو التزام الدولة والتزام القطاع الخاص. والتزام الدولة والاجهزة الرسمية بيبدأ بوضع انون. وهذا يلي بعتقد الحجر الاساسي اللي لازم نبحث فيه. اذا ما عنا انون على اي اساس نحنا بنا نتفاعل. يعني اليوم القطاع الخاص عم بيعتبر حاله مظلوم. والدولة عم بتعتبر حاله عم تعمل حقوقه. واثنينتهم خليين الوفاض من اي سلاح يقاتلوا فيه. يعني الدولة ما معنده انون تقاتل فيه. والقطاع الخاص ما عنده انون يتطبعه او يدفع عن حاله فيه. اثنين بعتقد انه الدولة لازم تبلش عملية تدريب وتعريف على شو بده. خليها الدولة تحدد تحديدا شو بده بالمعايير تبعه. لانه اليوم فيه ليبنور مزبوط. بس ليبنور هي منى كافية. ليبنور منى معايير تبعه هي اكتر للاول سلسلة التمويل. التموين عفوا. ومش لاخر سلسلة التموين. يعني وقت اللي بحكي. اخر السلسلة هي المطاعم. هي السوبر ماركتات. هي تكاكين و الاخرية. ثلاثة دور الدولة تعمل رقابة وتصحيح. واخر شيء اكيد الدولة عندها دور اساسي ما فيها تتخلى عنه هو الدور العقابة. لانه اليوم الانسان مش ماشي ضمن القانون من عقبه. بس برجع بقول ماشي ضمن القانون. اثنين بدنا نشوف اليوم التزام من اصحاب القطاع الخاص. وبعتقد في كتير مؤسسات كبيرة التزمت تلقائيا لحاله. لانه خوفا على سمعته. وخوفا على اذا بدك المال الانبستيسمار اللي عملته. مش محبة. خوفا على الاستثمار اللي عملته. تلتزمت تلقائيا بمعايير جبتها من بره. عم بيحكي مثلا عن الهاسف وعن الكودكس. عم بيحكي عن الايزو 22000. بس هيدا كمانا بعد عم بيصير تلقائي. وطالما العملية تلقائية طالما رح يلاقي مطبات على هالطريق. انا معالي الوزير انا معك لالاخر بالعملية اللي عملتها. انا كاخصائي بهيدا المجال مفي اقبل اعرف انه مواطن عم بيكل شيء مسمم. او مواطن عم بيكل شيء بيضره. مع انه يمكن نختلف مع حضرتك على الاسلوب. لانه الوزير اليوم باي حكومة بالعالم. الوزير بيمثل وزارته بس كمانا بيمثل الوزارة كلها مجتمعة. يعني بده يراعي الارتدادات اللي ممكن يشوفها بقية القطاعات من تصرف وزارة معينة. اللي عم بتعمله عمل صحيح لازم يستمر ما لازم يتهول عليه ما لازم يتوقف لازم يندعم اكان من القطاع الخاص او من الدولة. ولكن الشكل 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 بنائز الشكل ممكن يخلق جدالية على المضمون يلي هو ما حدا بنائش فيه. الشكل يعني انا باحد الصدف تصل في احد الاشخاص من فرنسا عنده مطعم ما بدي يسميه على الهواء. بيسألني هل بعد فيه يجيب ضاعم الليبنان عنده مطعم لبناني برا؟ هل فيه بعد استورد ضاعم الليبنان هو بيخد مبيض و بيخد مأكلات من هون؟ فلو بطبيعة الحال فيك تاخد يعني اليوم هيدا اللي عم نشوفه هو منه منه شي شمولي. ولكن أنا حضرتك خبير معالي الوزير والعالم بالدومان خبرة بس الرأي العام منه خبير يعني صار في حالة من الهلع عند العالم. شفنا هيدا الحالة مثلا شفناها باللبني. وقت حكينا عن نتاميسين وبعدين اكتشفنا انه نتاميسين هو دواء بيستعمل لعلاج العين بشكل أطراط أو حتى بيستعمل أورل يعني بيتاخد بالتملة يعالج الإنفكشن. وبالتالي أي شيء الدول كلها سامحة بالنتاميسين بيحكي مثلا عن أستراليا بيحكي عن أمريكا بيحكي عن كندا. يلي تحت مستوى 0.5 جرام بكل كيلو مسموحة. وخلقنا حالة هلع عند العالم. وتبين بعدين أنه العملية مننا كانت مضرة. برجع بيحكي عن عمليات بطير كبيرة بالخلل بمعالجة الموضوع. هي أنه نقدر نحدد شو الاندكسز اللي نحنا بدنا نشتغل عليهم. بأحدى الحلقات التقات بجمالة. يقبل مني الاندكس طبع حالة التسمم يا دكتور. عفوا. مؤشر حالة التسمم. مؤشر حالة التسمم بيعني لك شيء ولك يا خي. بلا نظريات بأمرك أنا والله العظيم راح ضيعني بالاندكسز. طول بلك علي. أنا عندي 946 حالة التسمم. هلأ جاييني رسالي. 16 حالة التسمم بحلبة. 16 حالة التسمم بحلبة. رح قلهم له الحالة اللي مسممين. قلهم الاندكسز وقلهم الايزول يا خير. اتلع شرحلونية. طلع شرحلونية. للا actually طلع شرحلونية. لليهم لكن월ل يعني кон gitี่كم الكل. لأنهurun فعلات الشكل. للكم هميمكن الشكل. لا لا برا politicians. ما علي الوزيزير ما علي الوزير. لأ أنا انا مايشي بيخطك. مش ضدك. مش مايش بيخطي. الخلدي مابدي تمشي بخطي. مشي بيخط مصلحت المواطن. انا ماشي بخط مصلحة مواطن. تحكيني حضرتك عن حالات تسمع موجودة. بعدين يا دكتور. النتمايسين طلع ما بيشي. مانو رزيستنس لانتيبيوتك النتمايسين. ايزا بمع اي معدل عم نحكي مع الوزير. بالمعدل اللي كان موجود باللابدي اللبناني. يعني يوم. انا بعدين عفوا شوي بالمواصفات اللبنانية. مطلوب محطوط النتمايسين ولا مش محطوط. مانو محطوط. وفيها النتمايسين. تالتا على العلبي من بره مكتوب ابنتمايسين. لا مانو مكتوب. وجوه في ابنتمايسين. معالي الوزير. خذونا بحلمكم يا خي. خذو الله خذونا بحلمكم. لحظة لحظة. عمالك علي بس معالي الوزير تكمل لي عم قوله. اسمح لي شوي. حضرتك عم تحكين ايه عن الحالات التسمم بمنطقة الشمال. هيدا شي مرفوض واللي مسببة لازم يتعاقب. انا وياك متفقين على هيدا الشي. ولكن انا بدي اسألك سؤال. اليوم وقت اللي نحنا عم نحكي عن حالة من الهلع خلقناها عند العالم. يعني متل كأنه عم نحكي عن شيء ابيداميك صاير بالبلد. وباء. وباء صاير بالبلد. انا بيخد مثلا ناخد ارقام لانه انا وياك مش رح نختلف على الارقام. ممكن تختلف حضرتك على نظريتي. بس ما هوني يختلف انا وياك على الارقام. وقت اللي عندي بكندا 13 بالمية من البوبيوليشن بتنصاب بشيء اسمه بشيء اسمه بالامراض اللي بتجي من الاكل. 13 بالمية. ما يعادل اذا انا بدي طبقه على الشعب اللبناني. بعد الفوق الاربعمية وخمسين الف حالي سنويا. عندنا اربعمية وخمسين الف حالي سنويا بلبنان. ما باعرف. لا ما عالنا اربعمية وخمسين الف حالي اذا ما عالنا اذا مسije. بت Saturn. عين بتعيد يفتح باب الهجرة على كندا. روح عنيins لا ما بدي الفتح باب الهجرة. وله لا لا اكترف انا خايف انا خايف الكنديين بلشي هجروا على لبنان. يعني مشوكم. يلا عظيم نفتحлиهم باب الهجرة. يعني اذا اجو هل كندا ما عارش هون بنا نروح كرمال الجنسية لح يجو ما حنعطيهم هجرة ما حنعطيهم هجرة معالي الوزير أكاديمية جرعة للتزيين لأنه هون متضررين بدي مرقلون ريسلتون للتزيين والتجميل المرسوم معك عطونية نحن معنا رخصة من وزارة التربية ولسنا مركز تجميل نحن مندرس قص الشعر والأزيق والتصوير وخلافه وذهبنا اليوم إلى وزارة الصحة وجدنا أنه اسمنا بجدول الكشف لكن لسنا مخالفين الوزير ذكر أنه أوقف المعهد ونحن لحقنا عطل وضرر وعطيناك المرسوم ما وقفت معاهد وقفت المراكز اللي بتعمل عمليات تجميل بس هاي مبارع ذكرته جو رعي بيكون عمليات تجميل عم بيقلك هني بقصه شعر بيعلمه يا أختي نحن عمل الأحصاء راح وكشفوا من المراكبين وزارة الصحة مع البلديات مع المحافظين أي محل عبي يعمل عمليات عملوا ليحة فيه اللي بدنا يتباكوا يتباكوا عبي يعملوا عمليات ما نحط اسمه لواحد غير هيدا الأحصاء موجودة تنمية مؤسسة من سين ونصف وزارة الصحة ونبعط لهم انضار ونبعط لهم اختار ونطلب منه نساوي وضعه ما ساوي وضعه كمان عم بلاحظة ليلة سالهب عم تقول لك ريت بتلاحقوا موضوع الوزن والميزان بيزينوا مع الكرتون والبلاستيك بعتقد هيدا مش طرحية تدر الصحة ما نشوف في كندا في حقلنا هيدكتور نشوف في كندا طيب أنا بديت نطرق أتوقف مع فرصة بيأمرك أنا يا لكتور لأنه كمان معالي بدو يغادرنا وبدنا نستمر بعد من منمون عليك سريعا سريعا تفضل يا سيد فولا يا معالي الوزير خلينا ناخدها فرصة وناخدها حالة حالة مسئولية جماعية فينا نضل نتناقش من هلأ لمية سنة إذا كان صح أو كان غلط اللي صار صار نحنا بنظرنا عنا وجهة نظر وما علي عنده وجهة نظر خلينا نشوف من هون ورايح ما نضيع هلأ كمان الدكتور عنده شئ تقني أنا ملاح زيد عليه وبيعرف أكتر مني خلينا ناخد هالحالة هيدة وننطلق منها بكرة شو بدنا نعمل كيف يا معالي الوزير بدنا نرد السئة بقطاعاتنا إذا كانت هالقطاعات أو البعض مننا فيه خطأ بدنا نتعامل لنصلحه بس فيه وجبات فيه مسئولية علينا كلنا سوا نرد السئة نرجع نلمع سورة بلدنا إذا كان بلبنان اليوم فيه نظرة أنه فيه قطاع سياحة أو قطاع مطاعم أو غيره بده تصحيح تعالوا نقول كيف بدنا نصححه عنا هلأ موسم جاية بدنا بأسرع وقت ناخد كل الإجراءات اللازمة لحتى أول ما نروح الموسم لأنه أنا بقدر أكد لك أوضاع المؤسسات ما بتسمح نحنا طلعين من موسم استياف من وجد ما فيه تراكم بقى فيه استمرارية خوفنا على استمرارية المؤسسات عند أسئلة كثيرة بنهي بنهي بس 30 ثانية مش صحيح أنه لا فيه كرتل مطاعم أو قد بسمعها كان يقول يا عمي هؤلاء أصحاب مطاعم شوية بيطلعوا وزراء وبنزلوا نواب تضغوا رئيس عشوية نحن ما نجي ياريت 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 في حزب الاشتراكي وطيار باستقبل وحركة أمل صار فيه حزب القشطة القشطويين والجدل صار في حزب العمبرجي فلينا نكون هلأ هلأ لو قطاع الخاص لو قطاع الخاص بربنان يعني كمان ما فينا ننكر له هيك صفة هذي لنا حرب طبقية ولنا حرب بين الاقتصاد والسياسيين نحن لو السياسيين بيسمعوننا كمان كانوا بيستفيدوا كتير من تجربنا وخبرتنا ونحن كمان ناس من بيض الوجه ونحن كمان أصحاب البلد ما فيه يعني وبقى أنا بس اسمعك عم تقول الدولة يخي كل واحد مننا الدولة أنا معني بالدولة لو ما كنت مسؤول بالدولة كلنا الدولة لما بقيت لش أنت عندك هزب مشرك بالحياة السياسية لا 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 بس مش بس كل مواطن كيف تكونوا مسؤولين كل مواطن بلبنان مسؤول أنت مسؤولة إعلاميا كمان الإعلام إعلام مسؤولية أي صورة بيعطيها على البلد مش بناخد سكوبات ومنظل ماشيين ومنفرجة خلينا ننتقل كمان شو بناخد سكوبات والآتي أعظم الإعلام معاني الوزير بلبنان بدي اسألك سؤال بتمنى عليك تصرحني دايما بيلعب دور إيجابي بهالموضوع مش عم بحكي سلامة غزة عم بحكي بكل الأمور صادية كل الأمور بلد بس عفوا في مبدأ بهالدول الديمقراطية الحديثة اللي لازم شوين تشبه فيها صح أنه حق المواطن بالحصول على المعلومات أكيد كل المعلومات أنا بتمنى معانيك بكرة لما بدك تشوف مكمن فساد كل سياسة فاسد بدك تسميه ونحن معك كل حالة فاسدة بدك تسميه ونحن معك بالقطاع اللي أنا عبشتغل فيه لا سيارة حدا ولا رعاية حدا بالحملة اللي معمول لبوزارة الصحة اعتبار سياسي وغير سياسي واللحظة اللي بوصل فيها بوغف قدام اعتبار سياسي تأكد رح يكون عندي الشجاعة اطلع قول أنا عثرت مسيرة المكافحة الاصلاح والمكافحة الفساد بالسياسي وانا بنسحب مشان هيك نحن مرهنين عشين عم تعمله وبدنا نكفي نحنويه أنا بس تقول بالجانب اللي أنا أولا في مسؤولية على الدولة الدولة أولا لازم تقرر القوانين النظمي يعني لازم تعمل قانون سلامة الغذاء ثانيا بالشيء العملي الى حين اقرار القانون لازم تعمل عليه التنسيق بين الوزرات وبكرة الرئيس السلام داعي الاجتماع على هذا الأساس ثانيا في شيء من المؤسسات مطلوب بأنه ينعمل حركة سريعة لتطهير المؤسسات مما علقة ببعضها من شوائب خلينا نقول هايك في مؤسسة عندها طلع عندها مشكلة تشرف تصلح كرمال نحنا أنا متأكد شفتي كل هاي الجهد بشهر بينعمل بشهر بينعمل بنرجع منطل باقتصاد بلبنان من أفضل الاقتصادات بين كان بصناعة الأكل أو بالمطاعم أو بالفنادق أو بالسبرماركات أو بغيرة ملنا مستحيل الشغلة إن شاء الله عكل حال أملنا كبير فيك أملنا إنه هاي دي الحملة تكون معدية لباقي الوزراء نعرف قد في فساد بالبلغ عدوى المسائلة عدوى المسائلة حتى تتفشى عدوى المسائلة على الكل والجميع وشكرا لك شكرا لعوجودك معنا شكرا لعوجودك معنا شكرا لعب أبو سعود معنا ولي أنا اللي برجع بيلك أنا من المناصرين واللي كتير بشهد للي حملة اللي عم تعملها بس أبا بأعتقد بيلزامنا شوية ترتوش للتواصل يعني يا مع علي الوزير ياريتك مروني ياريتك مروني كنت حلت لنا مش تكبيري يلزامنا شو عفوا دكتور أي التواصل زيادة نحنا جهزين جهزين أنا بتقعب التصبر هل تقبل في رئيس إذا مش مروني إذا ما بسمي بس بس أنا إشكالي معه بالتسمية شكرا لعوجودك شكرا لعوجودك شكرا لعوجودك شكرا لعوجودك شكرا لعوجودك بيقسم كتير من الناس وفيدباك بعتذر يعني لح نجمع لكيه هون ما بتنام الليلة بتقرأ محبة الناس كبيرة وتقديرهم شكرا لعوجودك شكرا لعوجودك بدي توقف مع فاصل بعدين بدي افتح ملف الدواء ولو معالي الوزير مضطر إنه يغادرنا مع أسمى أبي نصر وأيضا يعني كان عنا بعتقد عطل فني مع برمانة وأستاذ بير أشقر كمان لح ناخده بعد الفاصل فاصل ونعود نحن 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 بعض المرضى توفيه منذ سنين وما زالت البطاقات تصدر بأسمائه وتسجل على حسابنا من المرضى لتوفه وبعضهم نقبض عليهم بينعملهم أنه هني بغيبوبي والبعض الآخر بنعملهم علاج فيزيائي يعني عم نعمل علاج فيزيائي لأموت رحمهم الله إنه جزء بسيط من الفساد الإداري الذي ينخر الجسم الصحي في لبنان فالنموذج الذي كشف عنه وزير الصحة وائل أبو فعور كان يلخص الحسابات المزيفة التي تخطها بعض مستشفيات الدرجة الثانية المنضوي تحتها مرضى الإقامة الطويلة والغيبوبة والعلاج الفيزيائي والسمع والنطق وإن لم يبح الوزير بأسماء هذه المؤسسات إلا أنها باتت قيد المراقبة والمحاسبة خصوصا وأن هذه المستشفيات استنزفت من خلال تزوير فواترها نسبة الدعم المخصص لها من المال العام والمقدر بـ 43 مليار ليرة لبنانية سنويا عبر هذه القضية دخل أبو فعور فاتحا سلسلة إجراءات شملت أيضا مستشفيات الدرجة الأولى التي بدأت تخضع لنظام تصنيف جديد يستند على مدى قدرة المستشفى استقبال مزيج الحالات المرضية الصعبة والعناية المركزة كما معرفة رضا المريض من الخدمات المقدمة بالإضافة إلى آلية التطقيق الشامل في الفواتير المقدمة المريض نحن نتصل فيه نرى ما هو رأيه بالخدمة اللي كانت عنده بالأعمال الطبية اللي تقدمت له الساعة عم نحط نحنا منحط السكور كل الفواتير كنا أول شيء ندقي عشرة بالمية من الفواتير النقائية انطقائيا هلأ كل الفواتير عم تمرق على السيستام عم بنقل السيستام نحنا اللي بيشك فيه أنه مثلا فاتورة نحنا هالإندكس والإي سي دي تان والكود طبع الرمز طبع هالأعمالية نحنا عنا هي 3 ملايين ليرة مثلا بيكلف إذا السيستام أعطاني فاتورة مكلفة 10 ملايين عم يسحبها تصويب الفاتورة الاستشفائية وتخفيضها وإقرار الوصفة الطبية الموحدة موضوعان مهمان تعمل وزارة الصحة على إقرارهما حتى يستفيد من ذلك المواطن المستحق والذي استفاد حاليا من تخفيض الوزارة لأسعار الدواء بنسبة 22% لكنه لم يصف مصلحة أصحاب الصيدليات أنا معه أنه سعر الدواء ينخفض وأنا معه أنه يكون المريض عم بيدفع حق الدواء مثل ما هو بس السؤال أنه ليش المس بجعلت الصيادلة في 6000 صيدلي اليوم من تسبين لأنا قابت صيادلة لبنان منهم 3000 صيدلي عندهم صيدلية يعني 3000 مواطن هيدا الصيدلي هو بنهاية مواطن عم بقدم خدمة للمجتمع اللبناني وبيوقف وعم بمارس مهمه وإذا نحن كنا بنهاية مظبوطة يكون عم بيعطي الإرشاد المظبوط والخدمة المظبوطة ما كمان لازم نعطي حقه كليش؟ لازم يكون هالشي عم بيدفع حقه الصيدلة محللة اللي قاله 22.5% وكانت نزلت من قبل كمانا من قبل لـ 18.8% وسكتنا على الموضوع وهلأ رجع كمان عم بنزل بالإدوية الغالية سعر ربح الصيدلة اللي فيك سعر 86 دولار فيه أدوية غالية كتير لدرجة أنه سعر الصيدلة اللي ما بقى يقدر يطلبها من الوكيل لأنه بيدفع عليها ضريبة أكتر ما هو محلل ربح وتدعو أبي نصر إلى تطبيق المادة الخامسة والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنص على عدم مشروعية حصول المريض على الدواء من قبل الطبيب بل من الصيدلية فقط إذا كنا بدنا نحمي مظبوط هالمواطن مفروض نكون عم نصر أنه الدواء شو من كان لقاح أو هرمون أو أي دواء أو كل ما هو بحكم دواء وموجودين بالعنون بيعرفهم أكيد الوزير يكونوا عم بينبيعوا من قلب الصيدلية المدة 340 اللي بتقول عدم جواز صرف الدواء أدوية معينة من قبل الصيدلية متل ما طلبنا أنه ما يكون في دواء عم بينبيع إلا من خلال صيدلية أو مؤسسة صيدلانية كمان نحن نطلب أنه يكون فيه رقابة على كيفية صرف الدواء للمواطن وفيه أدوية معينة ما تنبيع من خلال الصيدلية إلا من خلال وصفة طبية ومشن هيك بهذا الموضوع نحن منطالب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة ملف الدواء ملف مهم جدا وبطال صحة المواطنين أكيد بدنا حلقة مع الوزير والأبو فعور حول هذا الملف فمنتمنى أنه يرجع لعننا وأكيد التساؤلات اللي تفضلت فيها أسمى أبي نصر محقة جدا وسيكون لنا متابعة لهذا الملف بدي انتقل إلى برمينا لعند نقيب أصحاب الفنادق أستاذ بيار أشقر مساء الخير أستاذ بيار عم تسمعنا؟ مساء الخير أهلا سمعت الحلقة؟ سمعت إلى كلام الوزير وقالوا لك تعم بتدون ملاحظات أيضا كمان يعني كم معكن بروسية أستاذ بيار أول لا لا مع الأسف يا ريت كمع نعم بس معنا صرختك من ترابلوس معنا كلامك أكثر من مرة ما أقنعك اليوم الوزير باللي تفضل فيه باللي قاله ما بدنا نستغيبه بس ما قنعك ما عم بسمعه؟ عم بسألك إذا أنا عد الوزير وائل أبو فعور بالكلام اللي قاله اليوم ما غيرت رأيك؟ كتير غيره رأيك؟ ما بدأيا ما فيه أكيد فيه شئ كتير كبير من كلام الوزير مخنع وفيه الشئ يلي نحن مختلفين عليه بس أنا بكل صراحة و بكل واقعية أنا مواطن لبناني قبل ما يكون رئيس نقابة السياحة و رئيس اتحاد أو رئيس بلدية بكل صراحة وقت اللي بيكون هو عم يحكي عن التواضع وأنا متواضع أكتر من الزوم بجوز بموقعي وبتعرفي الوزير عنده فيك الدخلي بيجوز بالجنس بوك بطريقة تصاريحه وكلامه وتصاريحه نحن فيه خلاف كتير بسيط نحنوية هو أنه الأب الصالح يلي بده يعلم ابنه أو بده يدرب ابنه أو بده يصحح الأغلاط طبعا ابنه فعليا بكل صراحة ما بيضربوا عسنسل دهره بيكسر له هيدا الكلام اللي قلناه بترابلوس رد رد علي بعدين أنا بعده اسمي بيير الأشعر ما اسمي باولو اسكوبار ولا نحن بالكرام اللي عم بيصير بها الحلقات وخاصة مبارح عم بيحكي عم بيحكي كان عن الإيطاليا القانون الإيطالي والقضاء الانطب على المافيات فأنا ما بتصور لا أنا رئيس مافيا ولا هالمستثمرين يلي استثمروا بهالبلد عشرات مليارات من الدولارات ولا قطاع مؤسسات بيمثلوا 8000 مؤسسة وعندهم ما يقارب 150 ألف موظف موجودين بالضمان الاجتماعي هولي مافيات فنحن صرنا 40 سنة الإعلام بيحكي عن مافيات يلي هي موجودة مبدئيا بالدولة وإذا في مافيا بالقطاع الخاص هي مرتبطة بأي ناس بالدولة وأنا لن حزبة ولا حدا حميني ولا حدا عرفتي كيف معدي طغطية سياسية يلي بقولوا ممكن أي وقت اللي كان يجوا هوني على برمانة ويضبوني وينزدوني على موقوف على الحبس ما عندك أصدقائي أستاذ تيار بيشدوا فيك أنتم سميين كون ما علي عذرني على التسمية بس صرت سمعت تير وقت اللي بيكون فيه صرنا سردين يا عمي وقت اللي بيكون فيه وقت اللي بيكون فيه رفض للحوار ورفض للإقناع أكيدة الوزير أقوى مني وحزبه أقوى منها وطريقة التصرف اللي عم بيصير هو أكيدة أقوى مننا نحنا والمساحة الإعلامية اللي عنده إياها أكبر من عنا نحنا بس أنا بدي أقلك إياها من الآخر فيه نبع فيه نبع بصدر مي وفيه خزانات أو غيرها وفيه تكرير مي وفيه أساطر بهالدولة بتوصل لحنفية اللي صار هو بتبسيط القصص نحنا كأولاد ضيع اجعل حنفية وقاس شو فيه أمراض الحنفية والعلاج هو أكبر بكتير من قصة الحنفية لأنه إذا اجعل حنفية وبس أنا بأكد لك ما فيه بس 8000 مطعم بلبنان ومؤسسة سياحية فيه مليون ونص بيت بلبنان هن مضربين كمان فهو وقت اللي وصل لعنا نحن نحن ما قلنا زم إذا ما حدا رئب المصدر الأساسي ولا حدا رئب المصلخ اللي كان ببيروت اليوم سكروا المصلخ برافو عليهم إنه سكروا مصلخ بيروت برافو عوائل أبو فعود بسج لأكد موضوع برافو عوائل أبو فعود فيه 7000 لو منه ما تسكر المصلخ وغيره من المصلخ فيه 7000 بقرة سكر هيدا المصلخ وغيره فيه 7000 بقرة جاية جمعة الجاية على لبنان و14000 بقرة جاية جمعة اللي بعدها وين بدون يتباحوا هولي؟ على الطريق على الترطوات وبأي مصلخ بدون يتباحوا أنا بكل الواقعية الخطة يلي عم يحكي عنا مع لي خطة صلى من سنة الألفان والتاتة مطروحة أنا بكل الواقعية بسأله إذن الخلاف صار بين الوزراء وما طلع قانون شو زنبه أنا؟ أنا بدي أسأله سؤال تاني ولو كان بعده معنا بالحلقة هذا المزارع اللي موجود بجنوب والمزارع اللي موجود بعكار أو بالبقاع هذا اللي عم يصق من النهر والنهر مو ملوث أنا بيطلب مني كمؤسسة مؤسسة قد أكون كبيرة قادر حط 20 ألف دولار حتى أعمد بحط التكرير إنما هيدا هالمزارع المعتر اللي موجود بجنوب كيف بده يكرر الماء هيدا وإذن أنا عم بيحكي عن مصلخ بيروت وعن هو بلش بالطريقة الغلق بلش من تحت بد من بلش من فوق وإذا نحكينا عن الخطة وكل المشاكل اللي هو عم بيوجعها تسمحي لي بس كمي عم بيحكي أنه أنابيب الماء كلها ملوثة الخطة اللي بده يعملها بده يكون فيه توافق بين كل الوزراء وبين مجلس وزارة مكتمل وبهمنا نحنا أنه يقدر يأمن المال لأنه الخطة اللي بده يعملها اللي هي السلامة الغذائية تطلب أقل شي مليار دولار وخمس سنوات من الخطة تيقدر ينفذها بدءا بنبعه مرورا بالماء وتكمله على البقية نحنا بالنهاية في لا 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 بس بعد الفاصل في معلش مضطر استيس بير أنا بعتذر منك بس مضطر أتوقف مع بريك لح ارجع من بعد واسأل شو من أعمل شو الحل غير اللي عمله الوزير وقيل أبو فعور وبدأ اسأل كمان دكتور ناجي أين ستزبح ألف البقرات اللي عم بيحكي عنه استيس بير شو الحل البدي الفاصل ونعود دكتور ناجي سفير بما تبقى من وقت يعني سمعت الأشكاليات اللي عم بيقولها استيس بير أشعر كان هل نحن لحن نطلع من مشكلة ونعلق بمشاكل تانية هيدا هي الحال اللي رايحين عليها طولة أنا بتمنى تعطيني لحظة تنعم للموضوع لأنه أساسا يعني حقيقة لازم من هالعالم تعالي شو عم بيصير وأنا بشكر مع علي الوزير على ردة فعله العصبية لأنه بيان لي بيان لي شي واضح أنه كأنه نحن ضايعين برجع بيلي كأنه في ضياع بقلب القطاع الخاص والقطاع العام وما حدا عارف شو بده أول شي برجع بكرر أنا ما بقدر أتعامل مع الموضوع إذا ما فيه أنون للسلامة العامة إذا ما فيه أنون بيقول عن سلامة الغذاء كيف بتصير برجع بكرر إنه قال لك القانون بكرة يا دكتور ما بعرف يا ست بولا صار لون يجتمع تفق مع الرئيس بري على بكرة البت بمسألة القانون اللي حيعينه جلسة وإذا ما صار إذا ما كتمل النصاب وإذا اختلفوا وإذا ربطوا بغير شي لأنه أنا شايف شو عم بيصير باللوانين كله قال لي مرتب هيدا من تشريع الضرورة يعني فيه توافق أعلي نحن شفنا تشريع ضرورة سلسة الرتب والرواتب وين صار ديوفك كلهم بما فيه معالي الوزير تنوالهم هو موضوع كتير مضبوط ولكن عم شوف بزل ما عم شوف لوحة متكاملة وبالعلم ما فيه إلا لوحة أول شي حكي الزميل بالحلقة نقيب المؤسسات السياحية أستاذ بير أشعر عن أنه اليوم بتكترقب من وين بيجي التموين التموين بيجي من رأس السلسلة أو من كعبة المراقبة الحقيقة لا لازم تبلش من رأس السلسلة بالعلم طبعنا ما فيه بروبابلية بتقول من تسعين بالمئة من الرافرات طبع الوزير تبين أنه في جيج ودايما الجيج جيج جيج ولحمة يعني مش معناتها المشكل مش بيكعب السلسلة التموين هو عراس سلسلة التموين وبالتالي لازم نرجع نروح على من وين عم بيجي الجيج وشو عم بيطعمه الجيج وشو عم بينعطه تاني شي اليوم عم بيحكي حكيت عن معايير وحصيت وصار على موضوع كلمة معايير بوقت اللي كلمة معايير هو استعمالها أكتر من مئة مرة الوزير وعن حق برجع بكرر هالحملة هي عن حق هيد الحملة اللي عم بيعملها وزير الصحة هي حملة عن حق ولكن نان كونفورميتي أو اللا مطابقة شو يعني إذا منرجع لعلم سلامة الغذاء بالنان كونفورميتي في شي بيقوله مينر نان كونفورميتي وميجر يعني لا تطابق صغير ولا تطابق كبير اللا تطابق كبير بيؤدي لشي ما نسميه نحن حالات معدية ولكن اللا تطابق الصغير ما في منه اذا الشي والثالث شغلة هاليوم نحن عايشين بجزيرة ملع ما بدي استورد كندية بس أنا كمان بدي شوف انه بأماركا نفس الشي عندهم 10 بمئة من الحالات طب ايونا على عدد السكان في لبنين على الاربعة ونص مليون عنا 450 ألف ما عنا نفس الشي بأسراليا نفس الشي وبالتالي ما لازم نخلق هالحالة الهلع يلي صابت الاقتصاد وصابت الصناعة وصابت الزراعة واهم من هيدا كله صابت الإيماج دو مارك طبع لبنين صابت سمعة لبنين هيدا بتاخد وقت لتععادة ترميمة بعدين اللحظة اسمحيلي حكى بالأنون وصرنا سمعينها بأكتر من حلقة وسأله الاستاذ عربيد عن أي أنون عم تحكي عم بيحكي معالي الوزين على الأنون مادة رقم 45 بيقونين حماية المستهلك يلي بتنص على أنه حماية المستهلك والوزارة لما بتطال شي في تسمم أو في شي بعرض سلامة الشأن العام والعالم يحق لملاحقته وتعميمه من خلال الإعلام ولكن تفسير بعد ما يصدر حكم القضاء لا لا أبدا ما بيقول هيك الأنون لا لا استاذ شار اسمح لي لحظة ما بيقول هيك الأنون مش أنه هيك في تفسيرات ولكن قراءة الأنون اللي فيها خطأ ليش الدول بتعمم هيك شي إذا عندك أبيدامي معينة يعني إذا عندك وباء معين بديك تنبه العالم أنه يا شباب انتبهوا فيه عندك وباء جاي ما بقى تستعملوا هالمادة بس لا يعمم على مؤسسات مخصصة وأسامة صغيرة على راس بطاطة من هون وعلى ما بعرف شو وضحت كمان على طريقتك دكتور ناجي الوزير بطل معنا للأسف بس سريعا جدا أستاذ بيير عم بتقلك هلا علاف على تويتر يتفضلوا أصحاب المسالخ المخالفين يضبطوا وضعهم قبل ما يستقبلوا الأبقار ليكون الدبح أنوني وكرميل ما يحتاروا من وين بدنا ناكل لحم فاسد ماكرميل يعني وسط الفكرة بعتاد عم بتقلك على قصة المسالخ يتفضلوا أصحابهم يضبطوا وضعهم قبل ما يستقبلوا الأبقار ما هو المسالخ هي للدولة صحيح بس اليوم مثلا المسالخ هي بالنهاية للدولة مش مسالخ خاصة ما عم بسمعك لقلك بكل صراحة إذن أنا كان دوري هلأني مع أنه ما عم بسمعك مظبوط نحن عم نحكي عن مسالخ هي الدولة هي المسؤولة عنهم بس بالنهاية دايما وقت اللي بدوا يعالج الموضوع بدوا يعالجه بإيجابية فالحزب الاشتراكي مثل ما بيعالج المواضيع السياسية بطريقة إيجابية نتمنى أنه يكمان يعالجه الموضوع اللي انطرح هلأني واللي ما تروح هلأ بطريقة إيجابية نحنا المهم عنا نحنا أنه دل المؤسسات تصلح وضعها المؤسسات فعليا إذن تعرف أي أنون مفروض تطبيق وأنا بقولك يعني نحنا بعدنا منرجع برجع نحنا أبن الجبل يعني دايما في كتير مؤسسات بجبل لبنان وبالبقاع وبالأطراف كلية ما عنده خبر عن الموضوع اللي عم يحكي عنه الوزير أنا بقولك بس بمقطع صغير يعني أنه في جماعة عندهم مطاعم منتشرة في لبنان لغاية تقريبا أربع سنين كان الأبن المناشئ الجديد المتعلم عم يجرب يقنع عمه أنه يشيل الخشبة القديمة اللي كان عم يستعملها لأنه الخشبة كان لازم تكون سميكة تضيين لعشر سنين بالمطبخ فهيدا تقدر أنعم عمه أخدت معه سنة ونص نحن فيه بكل بساطة وبكل هينة فيه ناس ما مع خبر عن شو عم يحكي عنه الوزير وبذات الوقت أنا شو مسؤوليتي وأنا ضعف أنا كصاحب مؤسسة اليوم ضايع وخيف ومش عارف وين بدي روح ولا شو لازم أعمل إذا نجاجة لازم نشتريها من لبنان أو لأ اشتريها هلأ أني أرجع من أمريكا أو من البرازيل واضح ضايع إذا بشتري لحمتي من كندا أو بشتريها من أستراليا بكل صراحة المشكلة اللي صارت أنه نحن مع الوزير مع سلامة الغذاء بس الطريقة والوسيلة هي يلي نحن مختلفين نحن وياه وبرهنا على ذلك بالحلقة طبعية حضرتك هلأ نية وقت اللي كان فيه شخص عم يحكي بعلم وبثقافة وبكندا أو بأستراليا قال خلي أستراليا تجي على لبنان معنى أنه الحوار من موجود نحن مش مواطنين نحن رعاية أف شو هالتصريح هيدا على الآخر الحلقة أستاذ شارل بس خلص الوقت وخلص من قبل أسرع شي ممكن إذا بتريد سريعا الختاب معهم أول شي أنا بدي حيي نائب بير أشعر اللي هو زميلنا وصديقنا ويريد قدر التقنية يكون معنا من الأول واختهم ونحن كلنا سوا بفرد مركب الخلاصة إذا بديك هي نحن وقعين بمأزق نحن وقعين بمشكلة وعينا لحالة كلنا سوا بدنا نتحمل كلنا مسؤوليتنا على الحكومة مسؤوليات كتير كبيرة ما بيقدر وقع الأبو فعور يحملها لوحده مش هيدا دوره في وزرات أخرى كمان لح تكون معه خلينا نبلش هالورشة ورشة الإصلاح خلينا نبلش بسلامة الغذاء يتفضلوا بكرة عبكرة يبلشوا يشتغلوا ينزلوا على البرلمان وما يطلعوا إلا تشريع ضرورة يقروا هالقانون هيدا اللي إله كزا سنة وقف حاجة تحجر هيك بشرنا اليوم عبد الحالوزير وعند نحن لحلحه شكرا لك وبدنا منه شغلة إذا ما نقر هيدا القانون لازم يسمي مين اللي عرقل هالقانون شكرا للمشاهدين على متابعة هذه الحلقة اللي كان فيها وزير الصحة وإلى أبو فعور بدي أشكرك نائب أصحاب الفنادق تير الأشقر على وجودك معنا دكتور ناجي سفير أيضا على الإضافة المهمة أنا بشوفكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء